الفصل الثالث والأربعون في عرض أحوال ذوي المذاهب الخبيثة أعداء الملك والإسلام وددت أن أكتب بضعة فصول في خروج الخارجين ليعلم العالم أجمع مدى إشفاق على هذه الدولة وشدة هوايا وميلي لملك آل سلجوق لا سيما لمولاي أي ملك شاه السلجوق خلد الله ملكه وأبناءه وأسرته جنب الله عهده شر الحسد والعين لم يخل عصر من الخارجين ممن خرجوا في كل مكان في العالم على الملوك والأنبياء عليهم السلام منذ عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وليس ثمت فرقة أكثر شؤما وتخريبا وسوءا من هؤلاء القوم ملاحظة المقصود بهؤلاء القوم فرقة الإسماعيلية الذين كان أكثرهم يستوطن القلاع فسموا أهل القلاع لأنهم يبيتون الشر لهذه المملكة من وراء حجاب ويسعون إلى إفساد الدين كلهم آذان صاغية تنتظر نداء القيام على الدولة وعين ساهرة تترقب إشارة الخروج عليها وإذا ما نزلت والعياذ بالله بهذه الدولة القاهرة نازلة سماوية فإن هؤلاء الكلاب يظهرون من أوكارهم ومعاقلهم ويخرجون على دولتنا بدعوة تشيع مستمدين أكثر قوتهم ومددهم من الرافضة والخرمية ملاحظة هم البابكية أصحاب بابك الخرمي ويقال لهم المحمرة أيضا فيما سيجي ولن يألوا جهدا في بث الشر والفساد والقتل والبدع إنهم يدعون الإسلام في الظاهر لكنهم ينهجون نهج الكفار في الباطن باطنهم خلاف ظاهرهم وقولهم أعكس عملهم وليس ثمة من هو ألد عداوة لدين محمد عليه السلام أو أكثر شؤما وويلا على ملك مولانا منهم في الدولة اليوم ممن يتسنمون المقامات الرفعة ملاحظة يعرض نظام الملك هنا بمعارضيه من وزراء ملك شاه الذين لم يكن مذهبهم مذهبه من مثل مجد الملك القمي الذي كان شيعيا وتاج الملك الشيرازي الذي عرف بميله إلى الإسماعيلية ممن يتسنمون المقامات الرفعة ولهم فيها هالة من يطلون برؤوسهم من أقبية الشيعة وليسوا منهم بل هم في الحقيقة بل هم في حقيقة أمرهم من هؤلاء القوم الإسماعيلية يدبرون شؤونهم سرا ويدعمونهم ويدعون لهم في حين أنهم يغرون سيد الدنيا ويخدعونه بأنهم يعملون على الإطاحة بخلافة العباسيين إن أكشف عن القدر غطاءها ملاحظة في الفارسية معنى هذا مجازيا إن أكشف القناع عن أسرارهم إن أكشف عن القدر غطاءها تبن فضائحهم وأعمالهم الشائنة للعيان لكنني بما تظاهر به لمولاي خلد الله ملكه وزعموا حتى ملني لا أخوض في هذا الموضوع هذا السبب والسبب آخر هو كثرة التوفيرات التي يتظاهرون بها حتى جعلوا مولاي حريصا على المال يتكالب عليه وأظهروني صاحب غرض ومآرب وإن نصيحتي في هذا الحال لا تلقى قبولا ولا تجدي فتيلا سيتضح للملك في اليوم الذي أتنحى فيه جانبا فسادهم ومكرهم وسوء فعلهم ويعلم أيضا مدى ما كان لي من شفقة وهوا وميل في دولته القاهرة وإنني لم أكن بغافلا عن أحوال هذه الطائفة وما كان يدور في خلدها بل لقد كنت أعرضها على الأعتاب السامية دائما ولم أتركها تفوته وتخفى عليه لكنني لما رأيت أن أقوالي لم تكن تلقى لديه قبولا ولم يصدقها عزفت عن تكريرها لكنني أدرجت في خروج هؤلاء القوم خاصة بابا موجزا في كتاب السير هذا يشتمل على أهم ما يتعلق بهم من مثل من هم الباطنية وما مذهبهم واعتقادهم أين ظهروا بادئ ذيبد كم مرة خرجوا وعلى يد من قهروا وهزموا في كل مرة فما هذا إلا تذكرة لأرباب الملك وحماة الدين لقد خرج هؤلاء القوم الملاعين في أرض الشام واليمن والأندلس وعاثوا فيها قتلا لكنني لا أتطرق إلا إلى ما كان من أمرهم في ديار العجم على سبيل الاختصار ومن يشأ أن يقف على جميع أحوارهم وعلى المفاسد التي ابتدعوها في الملك ودين محمد المصطفى عليه السلام فليقرأ كتب التاريخ عن بكرة أبيها لا سيما تاريخ أصفهان سأذكر جزءا من مئة فقط مما فعلوه في أرض العجم التي تشكل اليوم القسم الرئيسي من ملك مولانا مولى العالم ليكون على علم بأمرهم من بدايته إلى نهايته الفصل الرابع والأربعون في خروج مزدك وما هي مذهبه وكيفية قضايا أنو شروان العادل عليه وعلى أتباعه أول من جاء بمذهب المعطلة في العالم كله رجلا ظهر على أرض العجم في عهد الملك قباذ بن فيروز لقبه موبذ الموبذين واسمه مزدك بن بام دهدان وقد عزم أنو شروان العادل على أن يردم مذهب المجوسية على رؤوس أصحابه ويقضي عليهم ثم ينشر مذهبا جديدا في العالم كان سبب ظهور مزدك أنه كان ذا معرفة جيدة بعلم النجوم فقد كان يستذل من مسيرها بأن شخصا سيظهر في هذا الزمان بدين يبطل الدين الزردشتي واليهودي والمسيحي وعبادة الأوثان ويفرضه على رقاب الناس بالمعجزات والقوة ويظل قائما إلى يوم الدين فوقع في روعه أنه هو المقصود بهذا ولا أحد سواه شرع مزدك يفكر في الطريقة التي يدعو بها الناس ويبحث عن سبول جديدة لذلك لقد تأمل الأمر من جميع جوانبه فوجد أن له في مجلس الملك حرمة واحتراما تامين وأنه مسموع الكلمة لدى كل رجالات الدولة وزعمائها وله منزلة رفيعة جدا وأنهم لم يسمعوا منه شيئا محالا قط قبل أن يدعي النبوة بعد أن تدبر مزدك هذا أمر خدمه بأن يشرع بحفر نفق يبدأ من نقطة ما إلى أن ينتهي تدريجيا ببيت النار على أن ينفذ الشق من وسط النار نفسها بذا أوجد ثقبا صغيرا ينفذ من خلال المعبد عند المكان الذي كانت تشعل منه النار تماما ولما فرغ من إنشاء النفق ادعى النبوة وقال إنما بعثت لأبعث دينا زردشت من جديد فقد نسي الناس معنى الزند والأوستا ملاحظة الزند شرح الأوستا وتفسيرها باللغة البهلوية في عهد السامانيين الساسانيين وقيل هو الكتاب الذي أظهره مزدك وزعم أن فيه تأويل الأوستا نسب أصحاب مزدك إلى زند فقيل زندي وعربت الكلمة فقيل للواحد زنديق وللجماعة زنادقة عربت كلمة الأوستا بالأبستا وهو كتاب مجوسي الذي جاء به زردشت وهم لا ينفذون أوامر الله كما أتى بها زردشت شأنهم في هذا شأن طائفة من بني إسرائيل أقلع عما جاء به موسى عليه السلام من أوامر الله عز وجل ونواهيه في التورات فأرسل الله عز وجل نبيا بحكم التورات أيضا ليزيل الخلافة بين بني إسرائيل ويعيد حكم التورات من جديد ويهدي الخلق إلى صراط مستقيم والآن أرسلني الله تعالى لأبعث الدين الزردشتي وأهدي الناس إلى سبيل الحق والصواب تناها كلام مزدك هذا إلى سمع الملك قباث وفي اليوم التالي استدعى قباث المبيثين والأعيان وجلس للمظالم ثم استدعى مزدك وقال له على رؤوس الأشهاد أأنت تدعي النبوة؟ قال أجل وقد بعث لتقويم الدين الذي جاء به زردشت بعد أن أفسده مخالفون وأدخلوا فيه الشبهات وأوضح معاني الزند والأوستة التي تخبط الناس في فهمها وإدراكها فقال قباث وما معجزتك؟ قال مزدك معجزتي أنني أنطق النار التي هي قبلتك ومحرابك وأسأل الله عز وجل أن يأمر النار لتشهد على نبوتي بنحو يسمعه الملك وكل من معه فقال الملك يعظماء إيران وموابذتها ما تقولون بما يقول مزدك؟ قالوا إنه يدعون أولا إلى ديننا وكتابنا وهو لا يخالف زردشت في هذا ثم إن في الزند والأوستة أقوالا لكل منها عشرة معاني ولكل موبذ وحكيم فيها رأي وتفسير خاص لكن قد يأتي مزدك بتفاسير أحسن وعبارات أبين وأفضل أما ما يدعيه من أنه ينطق النار التي تعبد فهذا شيء عجيب حقا وليس في طاقة آدمي والرأي ما يراه الملك فقال قباذ لمزدك إن تنطق النار أشهد لك بالنبوة قال مزدك ليضرب الملك موعدا يأتي فيه ومعه العظماء والموبذون إلى المعبد ليرى أن الله عز وجل ينطق النار بدعاي وإن يشأ فليأتي اليوم وفي هذه الساعة قال قباذ موعدنا جميعا المعبد غدا في اليوم التالي أرسل مزدك أحد غلمانه إلى الثقب وقال له عليك كلما سمعتني أدعو الله بصوت عال أن تتقدم تحت الثقب وتقول إن صلاح عباد الله بأرض إيران بما يقول مزدك ففيه سعادتهم في الدنيا والآخرة وجاء الملك والموبذون إلى المعبد ونودي على مزدك فتقدم ووقف إلى جانب النار ودعا الله بصوت عال وعظم زردشت ثم سكت فإذا صوت ينبعث من خلال النار بالجملة التي ذكرنا لما سمع الملك ومن معه ذلك تملكهم العجب ووطن قباذ نفسه على الإيمان بمزدك ثم تركوا المعبد أخذ قباذ بعد ذلك يقرب إليه مزدك أكثر فأكثر يوما بعد يوم إلى أن آمن به في النهاية ثم أمر بصنع كرسي ذهبي مرصع بالجواهر له يوضع على سدة قاعة العرش فكان الملك يجلس على سرير ملكه ومزدك على كرسيه فيبدو أكثر ارتفاعا من الملك وشرع الناس يدخلون في مذهب مزدك بعضهم دخله عن رغبة ورضا وبعضهم دخله إرضاءا للملك وقسم أموا العاصمة من الولايات والأطراف ودخلوا في مذهب مزدك سرا وعلانية غير أن أكثر العظماء والرعية والجيش لم يرغبوا في مذهب مزدك لكنهم لم يجرؤوا على قول شيء احتراما للملك أما المبذون فلم يعتنق أحد منهم مذهب مزدك وقالوا لننتظر ما سيطلع علينا به مزدك من الزند والأوستا لما رأى مزدك أن الملك دخل في مذهبه وأن الناس من بعيد وقريب قبل دعوته طرح مسألة الأموال على بساط البحث وقال إن الأموال يجب أن توزع بين الخلق فكلهم عباد الله وأبناء آذم يجب أن ينفقوا من أموال بعضهم على كل ما يحتاجون إليه كي يتساوى الجميع ولا يظل ثمة معوز محتاج ولما أقنع مزدك قباذ وأتبع مذهبه بهذا وردوا بإباحة الأموال قال إن نساءكم كأموالكم يجب أن تعدوا نساءكم مثل أموالكم وكل من يرغب في أي امرأة فليواصلها ليس في ديننا غيرة وحمية لألا يظل أحد دون نصيبا من لذات الدنيا وشهوتها وتفتح أبواب الآمال والأمان على مصارعها وزاد إقبال الناس والعامة خاصة على مذهب مزدك رغبة في النساء ثم سنى مزدك قانونا يقضي بأنه إذا ما استضاف شخص عشرين رجلا في بيته وأعد لهم الطعام والخمر وهيأ مجلس غناء وطرب وكل مختضيات الضيافة على الضيوف أن ينهضوا واحدا واحدا ويواصل زوجه دون معيب أو حرج وجرت العادة أنه إذا ما أراد شخص أن يدخل منزلا ليواصل امرأة أن يضع قلنسوته على باب المنزل ثم يدخل وحتى إذا ما جاء آخر للغرض نفسه وراء القلنسوت على الباب يرجع أدراجه لأنه يدرك أنه ثم تخشخصا في شغل أرسل أن شروان رسولا إلى المبيثين سرا وقال لماذا هذا الصمت المطبق لما لا تتكلمون شيئا في أمر مزدك وتنصحون والدي فأي محال هذا الذي ألزم به نفسه حتى صار فريسة مكر هذا الوبش الطرار وغدره ملاحظة الطرار اللص النشال الذي يشقكم الرجل ويسل ما فيه من الطر وهو القطع والشق لقد بدد هذا الكلب مزدك أموال الناس وهتكا ستر حرمتهم وأعراضهم وهيمن على عوامهم قولوا لي بأي حجة يفعل هذا ومن ذا الذي أمر به ومن ذا الذي أمره به إن تلوذوا بالصمت أكثر فإنكم تعرضون أموالكم للنهب ونساءكم للهتك وملكنا للزوال هبوا جميعا واذهبوا إلى والدي وأطلعوه على حقيقة الحال وانصحوه ثم ناظروا مزدك وأنعموا النظر فيما يورد من حجج ثم بعث أيضا برسائل إلى عظماء الرجال ومشهوريهم سرا تقول لقد غلب على والدي هوس فاسد فأخلى عقله حتى أضحى لا يميز ما ينفعه مما يضره اسعوا جايد دين في معالجته وتقويمه والتحذروا الإصغاء إلى كلام مزدك والعلم بما يقول ولا تنخدعوا مثل من خدع أبي إن هذا لباطل والباطل لا أسس له ولا نفع لكم فيه غدا خشي العظماء كلام أنو شروان وتهديده وتراجع له بعض من كانوا ينون الدخول في مذهب مزدك وقالوا لننظر إلى ما يصير أمر مزدك أن لأنو شروان هذا الكلام وكان عمر أنو شروان في هذا الوقت ثمانية عشر عاما واتفق المبذون بينهم وذهبوا إلى قباذ وقالوا له إننا لم نقرأ منذ عهد آدم عليه السلام إلى الآن أي في أي تاريخ من التواريخ ولم نسمع عن أي نبي ممن ظهروا في بلاد الشام بمثل هذا الذي يدعي مزدك يبدو لنا أنه منكر قال قباذ خاطبوا مزدك في الموضوع لنرى ما يقول فاستدعى المبذون مزدك وقالوا له ما حجتك على ما تدعيه قال كذا أمر زردشت وجاء في الزند والأوستة غير أن الناس لا يعونه فإن كنتم في ريب من أمري فاسألوا النار وذهبوا إلى النار مرة أخرى وسألوها فانبعث من خلالها صوت يقول الأمر على ما يقول مزدك لا على ما تقولون أنتم واعتر المبذين الخجل مرة أخرى وعادوا أدراجهم وفي اليوم التالي قابلوا أنو شروان وشرحوا له الأمر فقال إن مزدك يلاقي نجاحا لأن مذهبه هو مذهب المجوس عينه إلا في أمرين بعد سنة على هذا الكلام سأل قباذ مزدك في خلال حديث جرى بينهما فقال أدخل الناس في هذا المذهب راغبين فيه قال مزدك لو قبل أنو شروان هذا المذهب ولم يتمرد عليه ويمنعهم من دخوله لدخلوا فيه دفعة واحدة قال قباذ أوليس هو على هذا المذهب قال مزدك لا قال قباذ إلي بأنو شروان وجئ بأنو شروان فلما رأه قباذ قال له ألس على مذهب مزدك؟ قال أنا شروان كلا والحمد لله قال قباذ لماذا؟ قال أنا شروان لأنه طرار محتال قال قباذ أي محتال ينطق النار؟ قال أنا شروان ثمت أربعة أشياء متضادة لا لون لها الماء والنار والتراب والهواء قل له أن ينطق الماء والتراب والهواء مثل ما أنطق النار لأؤمن به قال قباذ إن كل ما يقوله مزدك من تفسير الزند والأوستا قال أنا شروان إن الذي جاء بالزند والأوستا لم يدعو إلى إباحة الأموال والنساء ولم يقل بتفسيره أحد من الحكماء في السنوات المنصرمة كلها ما الدين إلا لصون الأموال والنساء فإذا أبيحا فأي فرق يبقى بين الإنسان والحيوان؟ إن البهائم هي التي تتساوى في الرعي والضراب للناس العقلاء قال قباذ ليكن ولكن كيف تخالفني وأنا أبوك؟ قال أنا شروان لقد تعلمت هذا منك وإلا فلم تكن هذه عادة من قبل خالفتك بعد أن رأيتك خالفت والدك أعرض عن هذا لأعرض أنا عنه أيضا وانتهى الجدال بين الثلاثة بأن قال قباذ ومزدك لأن شروان ببساطة هاتي دليلا ترد فيه هذا المذهب وتبطل دعوى مزدك أو ائتي بمن حجته أقوى من حجة مزدك أو أصح وإلا ستنال جزائك لتكون فيك عبرة للآخرين قال أنا شروان أمهلاني أربعين يوما أقدم بعدها حجتي أو آتي بشخص يتصدى لجواب مزدك قال لك هذا وتفرقوا على هذا الأساس لما عاد أن شروان من عند أبيه أرسل في اليوم ذاته رسولا إلى مدينة جول ملاحظة معرب جول التي جاءت بهذا الشكل في النسخ الثلاث وقد رأى عباس إقبال وتبعه دارك وشعار أن ليس في فارس مدينة معروفة بهذا الاسم بل ربما تكون محرفة عن كور أو تشور أو فيروز أباد الحالية فقد كان فيها معبد معروف لما عاد أن شروان من عند أبيه أرسل في اليوم ذاته رسولا إلى مدينة جول في فارس برسالة إلى موبذا حكيم طاعن في السن كان يقطن تلك المدينة تقول أحضر بأقصى سرعة فقد جرى بيني وبين الملك ومزدك كذا وكذا لما انقضت الأربعون يوما جلس قباذ للناس واعتلى سرير الملك وجاء مزدك فمضى إلى سدة العرش وجلس على كرسيه وأمر الملك بإحطار أن شروان ثم قال مزدك لقباذ سله عما أتى به إلينا من جواب قال قباذ بما أتيت أدل به قال أن شروان ما أزال بصدد هذا قال مزدك لا تاحين تدبير مر بمعاقبته ووجم قباذ أما مزدك فأشار بأخذ أن شروان ولما أقبل من أمر بأخذه نحوه ضرب بيده على زاوية الإيوان ملاحظة الإيوان فارسية معربة وقال لأبيه يا لها من عجلة هذه التي استحوذت عليك في القضاء على أسرتك بنفسك إن الأجل المضروب بيننا لم ينتهي بعد قال وكيف؟ قال أن شروان لقد سألتكم أربعين يوما كاملة فيها هذا اليوم فحين ينقضي تستطيعان أن تفعل ما يحر لكما وصاح قادة الجيش والمبيذون قائلين حق ما يقول لقد اتفقتم على أربعين يوما لا تسعة وثلاثين قال قباذ خلوا عنه اليوم ورفعت الأيدي عن أن شروان فنجى من براثن مزدك ولما ترك قباذ المجلس وتفرق الحضور وعاذ مزدك ومضى أن شروان إلى بيته وصل المبيذ الذي أرسل أن شروان في طلبه من فارس على بعير جماز وقد كان يسأل الناس إلى أن اهتدى إلى منزل أن شروان ونزل عن بعيره فدخل المنزل مسرعا ثم أسر إلى أحد الخدم اذهب وقل لأن شروان لقد وصل موبذ فارس وهو يريد أن يراك فدخل الخادم مسرعا وأخبر أن شروان خرج أن شروان لفرحه من الحجرة مسرعا وعانق الموبذ وقال اعلم أيها الموبذ أنني نجوت اليوم من قبضة الموت ثم قص عليه كل ما جرى فقال الموبذ هوا عليك فالأمر على ما قلت أنت فأنت على الحق ومزدك على الباطل سأتولى جواب مزدك عنك واجعل قباذ وأجعل قباذ يندم على ما فعل وأعيده إلى سواء السبيل لكن عليك أن تسعى الآن وتيسر لي بأية وسيلة مقابلة الملك قباذ قبل أن يعلم مزدك بقدومي قال أن شروان هذا مطلب يسير سأقوم بما يمكنك من مقابلة الملك وحيدا الليلة ومع صلاة العصر مضى أن شروان إلى قصر أبيه وطلب مقابلته فلما رأى أباه أثنى عليه وقال لقد وصل الموبذ الذي سيتولى إجابة مزدك من فارس وقد طلب إلي أن ألتمس من الملك بأن يتفضل وحيدا الليلة بالاستماع إلى كلامه والنظر في حاجته ثم يأمر بما يراه مناسبا فقال قباذ حسن جدا أحضره وعاد أن شروان ولما جن الليل مضى بالموبذ إلى الملك فحي الموبذ قباذ وأطراه وأثنى على آبائه وأثنى على آبائه الصيد وقال له لقد غلط مزدك فنبوته كاذبة وادعاؤه باطل قال الملك كيف قال الموبذ إنني أعرفه جيدا وأعرف مدى علمه إنه على معرفة بشيء من علم النجوم لكنه أخطأ في تقديره لأحكامها وتنبؤه بها إن الاقتران الحالي ينبئ بأنه سيظهر الرجل يدعي النبوة ويأتي بكتابا ومعجزات غريبة ويشق القمر نصفين ملاحظة الاقتران أو القران بكسر القاف هو اجتماع زحر والمشتري خاصة إذا أطلقت فإذا معني قران كوكبين آخرين قيد بذكرهما شق القمر نصفين إشارة إلى الآية الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر الآية واحد ويدعو الناس إلى عبادة الله ويجيء بدين حق طاهر ويلطل المجوسية والمذاهب الأخرى كافة ويبشر بالجنة ويتوعد بجهنم ويحمي بحكم الشرع الأموال ويصون النساء ويحصنها ويتبرأ من الشيطان ويتلقى الوحي من جبريل عليه السلام ويخرب بيوت النار والأوثان ويبث دينه في أرجاء الأرض فيبقى إلى يوم الدين وتشهد السماوات والأرض على نبوته لقد منى مزدك نفسه بذلك وخيل له أنه ذاك الرجل ولا أحد غيره في حين أن ذلك الرجل أولا وقبل كل شيء عربي ومزدك أعجمي وأنه ينهى الناس عن عبادة النار وينكر زردشت ومزدك يحذو حذو زردشت ويدعو إلى عبادة النار أيضا إن ذلك النبي لا يبيح لأحد حتى النظر إلى حرم الآخرين أو أخذي ولو ذرة صغيرة من أموالهم بل يأمر بقطع اليد بدرهم فضة بغير حق أما مزدك فقد أباح النساء والأموال إن ذلك النبي يتلقى الأمر من السماء ويوحى إليه عن طريق جبريل عليه السلام أما مزدك فيتحدث بوحي من النار إن ذلك سيأتي بكتاب جديد أما مزدك فلا يصدر إلا عن الزند والأستا خلاصة الأمر إن مذهب مزدك لا أساس له سأفضحه أمام الملك غدا وأثبت أنه على الباطل وأنه لا يهدف إلا إزالة الكسروية عن أهل بيتك وتبديد كنوزك ومساواتك بأقل الناس شأنا فأعجب أقباذ بكلام المبذ وهش له قلبه وفي اليوم التالي لما جاء أقباذ إلى المجلس وجلس مزدك على كرسيه ووقف أن شروان أمام سرير الملك وحضر المبذون وكوار القوم قال المبذ لمزدك أتسأل أنت أم أسأل أنا قال مزدك أنا قال المبذ بما أنك ستكون السائل وأنا المجيب تعال إذن إلى مكاني هنا لأتحول أنا إلى مكانك هناك فأذر مزدك الخجل وقال إن الملك هو الذي أجلسني هنا سلني أجبك قال المبذ لقد أبحت الأموال أوليس يبني الناس القناطر ويقيمون الروبط ويفعلون الخير ابتغاء الدار الآخرة فأجاب مزدك أجل قال المبذ فإذا ما أويحت الأموال لمن يكون ثواب أفعال الخير هذه في الآخرة وعي مزدك عن رد الجواب فقال له المبذ لقد أبحت النساء أيضا فإذا ما وطئ عشرون رجلا امرأة واحدة وحملت المرأة لمن يكون الوليد وعجز مزدك عن الإجابة أيضا فأردف المبذ لقد جئت لتبدد الأموال وتقرض النسل مرة واحدة إن هذا الملك إنما هو ملك يتربع على العرش لأنه ابن الملك فيروز وعنه ورث الملك مثلما ورث فيروز نفسه الملك عن أبيه أيضا فإن وطئ زوج الملك عشرة مثلا وأنجبت ولدا ماذا سيقال له وابن من سيكون أليس هذا استئصالا للنسل وإذا ما استؤصل النسل أفلا يخرج الملك من هذه الأسرة أفلا يخرج الملك من هذه الأسرة أليس التقاس الرفعة والانحطاط بالغنى والفقر إن يكون الرجل فقيرا فلا مناص له لاحتياجه وعوزه من أن يخدم الأثرياء ويقوم على أمرهم وهنا يمتاز العظيم عما دونه منزلة وإذا ما أبيحت الأموال فإن الرفعة والانحطاط يمحيان من الوجود فيتساوى أقل الناس شأنا بالملوك بل تنتفي الملوكية لقد جئت أنت لتبدد الأموال والملك عن بيوتات ملوك العجم ولم يحر ولم يحر مزدك جوابا ولاذا بالصمت المطبق فقال له قباذ أجبه قال مزدك جوابه أن تأمر الآن بضرب عنقه قال قباذ لا يجوز ضرب عنق أي شخص دون دليل قال مزدك لأسأل النار ما تقول فإنني لا أنطق عن الهوى أما الناس الذين كانوا في أشد حالات الحزن والألم على أنو شروان انقلبوا فرحين مسرورين لنجاته من القتل وتغير قباذ على مزدك وانقلب عليه لأن مزدك قال له اقتل الموبث واقتل أنو شروان فلم يقتلهما وأما مزدك فقال في نفسه إن الحل الوحيد وقد كثر أتباعي من الرعية والجيش أن أتخلص من قباذ أولا ثم أقتل أنو شروان وغيره من المخالفين واتفقوا على أن يصيروا جميعا إلى المعبد غدا ليروا ما تأمروا النار ثم انصرفوا ولما أرخى الليل سدوره استدعى مزدك اثنين من أعوانه وأتباع مذهبه وأغدق عليهم الذهب ونصحهما ووعدهما بأنه سيرفعهما إلى مرتبة القيادة وأخذ عليهما قسما بأن لا يابحى بهذا الكلام لأحد ثم أعطاهما سيفين وقال حين يجيء قباذ إلى بيت النار غدا ويحضر العظماء والبوبذون عليكما إذا ما أمرت النار إذا ما أمرت النار بقتل قباذ أن تسلى سيفيكما بسرعة أن تسلى سيفيكما بسرعة وتقتله فإن أحدا لن يأتي بسيف إلى المعبد قالا سمعا وطاعا وفي اليوم التالي ذهب قباذ وذهب العظماء والمبذون إلى بيت النار لكن موبذ فارس قال لأنو شروان مر عشرة من رجالك بأن يخفوا سيوفهم تحت ألبستهم ويأتوا معك إلى بيت النار مخافة أن يكون مزدك قد بيت غدرا ومكرا فنفذ أنو شروان هذا ومضى إلى المعبد وكان مزدك كلما أراد الذهاب إلى بيت النار يلقن تلميذه ما يقول من تحت الثقب فلقنه ما يقول هذه المرة أيضا ومضى إلى هناك ثم قال لموبذ فارس سل النار لتتحدث إليك وعلى الرغم من كثرة سؤالي الموبذ النار فإنها لم تجبه حينئذ طلب مزدك النار احكمي بيننا واشهدي على صدق دعوائي فانبعث من خلال النار صوت يقول لقد دب الضعف إلي مذ أمس أطعموني أولا من قلب قباذ وكبده لأزداد قوة ثم أقول لكم ما يجب فعله ما مزدك إلا هاديكم إلى الراحة الأبدية الخالدة فقال مزدك قووا النار وأطعموها فشرع ذاكان ذانك الرجلان سيفيهما واتجها نحو قباذ فقال موبذ فارس لأن شروان حذاري فتقدم أن شروان برجاله العشرة بسيوفهم المستلة واعترضوا سبيل ذينك الرجلين ولم يمكنهما من أن ينالا قباذ بالسيف فصاح مزدك إنما تنطق النار بأمر الله وانقسم الناس فريقين قال أحدهما ألقوا قباذ في النار حيا أو ميتا وقال الآخر يجب التريث في الأمر لنفكر فيه أكثر وأفضل وعادوا في نهاية ذلك اليوم وكان قباذ يقول لربما أنني اقترفت ذنبا حتى تريد النار أن تتقوى مني إنه لا أحب إلي أن أصطلي بنار الدنيا على أن أتلظى بنار جهنم واجتمع موبذ فارس بقباذ وحيدا هذه المرة وحدثه عن الملوك والموبذين القدامى وأورد أدلة من كل المذاهب وعرض حججا شتى مؤدها ليس مزدك بالنبي بل خصم الأسرة المالكة والدليل أنه أراد أن يقتل أنو شروان أولا ولما لم يحارفه التوفيق تحول إليك ما الذي أدخل في روعيك أن الصوت ينبعث من النار أفتكلمت النار قبلا حتى تنطق الآن سأعمل جهدي لكشف هذه الحيلة وأبين للملك أهي النار التي تتكلم أم شخص آخر هكذا جعل الموبذ الملكة يندم على ما فعل ثم قال له أيضا لا تحسبن أنو شروان طفلا إن باستطاعاته أن يحكم العالم ويسوده فإذا ما أردت أن يدوم الملك في أسرتك لا تفوت عليه أي رأي يراه وأياك أن تفضي إلى مزدك بمكنونات قلبك وأسراره ثم قال الموبذ لأنو شروان يجب أن تصع إلى استمالة أحد خدم مزدك وغلمانه وتغريه بالمال فلربما أطلعنا على حقيقة أمر النار لنتمكن من اقتناع جذور الشك من قلب أبيك دفعة واحدة واستطاع أنو شروان أن يظفر بشخص تمكن من أن يصادق أحد خدم مزدك وأن يأخذه إلى أنو شروان بحيلة ما فجلس إليه أنو شروان وحيدا ونثر أمامه ألف دينار وقال إنني سائلك شيئا فإن تصدقني الجواب أمنحك هذه الألف دينار حالا وأجعلك من مقربية وأبوئك منزلة رفعة وإلا أفصل رأسك عن جسدك الآن فخاف الرجل وقال إن أصدقك القول أتفي بما قلت قال أنو شروان أفك أفي به وأكثر قال الرجل أقول إذن قال أنو شروان قل لي ما الحيلة التي لجأ إليها مزدك في إنطاقه النار قال الرجل إن أقول الصدق أفتستطيع أن تحميني وتحفظ سري قال أنو شروان أستطيع قال الرجل اعلم أن بالقرب من بيت النار قطعة أرض اشتراها مزدك وأحاطها بأربعة جدران عالية وأقام من هناك نفقا يمتد إلى ما تحت النار في المعبد وأوجد ثقبا صغيرا جدا في وسط النار وكان يرسل تلميذا له في كل مرة ويلقنه امضي إلى تحت النار وضع فمك على الثقب وقل كذا وكذا فكان كل من يسمع ذلك يظن أن النار هي التي تتكلم لما سمع أنو شروان هذا الكلام أيقن أنه صحيح فغمرته الفرحة ووهب الرجل ألف دينار لما سجى الليل مضى أنو شروان بالرجل إلى أبيه ليعيد على مسامعه ما قال له فعجب قباذ جدا لاحتيال مزدك وتجاسره ونفض عن قلبه الشك دفعة واحدة وأحضر أنو شروان الموبذ حالا فأثنى عليه قباذ وحياه ثم أطلعه على حقيقة الحال فقال الموبذ لقد قلت لموالية إن هذا الرجل محتال قال قباذ لقد اتضح هذا لكن كيف السبيل إلى إهلاكه قال الموبذ يجب أن لا يعلم أنك قد ندمت أو أنك على علم بحيلته ودعو إلى اجتماع آخر أنظره فيه أمام من في المجلس جميعا وألقي في نهاية المطاف ترسي وأقر بعجزي ثم أعود إلى فارس بعد ذلك يجب أن تنفذ كل ما يقوله أنو شروان ويراه صوابا ليتم استئصال هذه الطينة الخبيثة ومحوها بعد عدة أيام أمر الملك قباذ بحضور كبار الرجال مملكته وموبذيها لمساندة موبذ فارس ومناظرة مزدك وتأمل دعوته مليا وفي اليوم التالي حضرت جميع وجلس الملك على سريره ومزدك على كرسيه وأدل كل شخصا بما عنده أما موبذ فارس فقال إنني لأعجب من أمر تكلم النار قال مزدك لا يجوز العجب من قدرة الله وفعله ألم تر أن موسى عليه السلام جعل من عصاه حية وفجر من الحجر إثنتي عشر عينا وقال لأغرقن فرعون وجنوده فأغرق ملاحظة الذي في القرآن الكريم أنه أوحي إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الشعراء 63 ثم سورة الأعراف الآية 136 وسورة طه الآية 77-78 وسورة القصص الآية 40 وسورة الزخرف الآية 55 وسورة الثاريات الآية 40 غير أنه قيل في الآية السابقة ويقال إنه البحر انفلق 12 طريقا لكل صبت طريق يسير فيه حتى قيل إنه صار فيه أيضا شبابيك ليرى بعضهم بعضا أما قصة الاثنتين عشر عينا فلا علاقة لها بغرق فرعون وجنده لأنه لما جاز موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر إلى الشعض الشرقي ولم يجدوا ماء لشربهم وسقي ذوابهم شكوا إلى موسى فأمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فلما ضربه انبجست منه اثنتين عشرة عينا قال تعالى وقد طعناهم اثنتين عشرة أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسطه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا الأعراف الآمي أوستون وقال لأغرقن فرعون وجنده فأغرقا وسخر الله عز وجل الأرض له فقال يا أرض ابلعي قارون فخسف به الأرض ملاهظة قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين القصص الآية الثمانون ألم تر أن عيسى صلوات الله عليه كان يحيي الموتى؟ ملاهظة قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله آل عمران 49 كل هذه الأمور ليست في قدرة بشر بل هي من قدرة الله عز وجل هكذا شأني فقد أرسلني الله وسخر لي النار فإن تطيع ما أقول وتقول النار وتأخذ به تنجو في الدنيا والآخرة وإن تعصوا فترقبوا عذاب الله وهلاكه ونهض موبذ فارس وقال إنني لا أقوى على جواب رجلا يتلقى كلامه من لدن الله والنار والنار مسخرة بأمره وها أنا ذا ألقي ترسي أمام شخصا لم أستطع أن أفعل ما فعل بل وقفت أمامه عاجزا إنني ذاهب لأنه ليس لي الجرأة على أكثر من هذا وغادر الموبذ فورا واستلم طريق فارس وانصرف أقباذ من المجلس أما مزدك فمضى إلى المعبد ليقضي سبعة أيام في عبادة النار وأما الناس فعادوا إلى منازلهم والفرحة تغمر معتنقي مذهب مزدك منهم خاصة فازداد اعتقادهم وإيمانهم به رسوخا واستحكاما لما حل الظلام استدعى أقباذ أنو شروان وقال له لقد ذهب الموبذ وأحالني عليك لأنك جدير بالقضاء على هذا المذهب فما الحيلة الآن قال أنو شروان إنه يعهد مولاي إلي بالأمر ولا يفضي به إلى أحد سوى فإنني أتعهد بأن أتكفل به سرا بنحو تمحي فيه بذور مزدك والمزدكية من على وجه الأرض قال أقباذ لن أبوحى بهذا السر لأحد غيرك ولن يجاوزنا نحن الاثنين فقال أنو شروان لما أعلن الموبذ عجزه على الملأ وعاد إلى فارس عمت الفرحة مزدك والمزدكيين وقويت قلوبهم فقالوا سيتحقق لنا بعد الآن كل ما نفكر فيه ونوطن العزم عليه إن قتل مزدك سهل جدا لكن أتبعه كثر فإن نقتله يفر المزدكيون وينتشر في بقاع الأرض ويبدأ في دعوة الناس إلى مذهبهم ويستولوا على الجبال استيلاء محكما فيسبب لنا ولمملكتنا المتاعب والمشكلات يجب أن نفكر في حل لا ينجو معه من سيوفنا واحد منهم بل نهركهم جميعا ونبدل شملهم فقال قباذ ما الطريق الأفضل في نظرك قال أنو شروان ما أراه هو أن يرفع الملك من منزلة مزدك ويقدره أكثر مما هو عليه الآن بعد أن يخرج من تعبده ويمثل بين يديه ثم يقول له في خلال حديثه معه حين يختلي به إن أنو شروان قد لانت عريكته منذ ذلك اليوم الذي استسلم فيه موبذ فارس وأقر بعجزه وهو الآن يوطن عزمه على الإيمان بك ويعض أصابعه ندما على أقواله السالفة ولنرى ما يقول لما مثل مزدك بين يدي قباذ في ذلك الأسبوع أكرمه جدا وبجله وأبدله تواضعا جما ثم أخبره بما قال أنو شروان فقال مزدك إن أكثر الناس ينظرون إلى أعمال أنو شروان ويصغون إلى أقواله فحين يعتنق هذا المذهب المختار فسيدخله الناس كافة ولقد تشفعت إلى النار ودعوت الله تعالى بأن يجعل هذا المذهب نصيبا لأنو شروان ورزقا قال أقباذ أجل إن أنو شروان ولي عهدي وإن الرعية والجيش يحبونه جدا وحين يدخل مذهبنا لا تبقى للناس أي حجة إنني لا أعاهد الملة على أن أقيم لك آنذاك منارة حجرية في وسط الدشلة على رأسها جوسق ملاهظة الجوسق فارسي معرب عن كوشك وهو القصر وكل بناء رفيع عالي وقيل الحصن قال النعمان بن عدي بن نضلة من بني عدي بن كعب ولي عمر بن الخطاب على ميسان بين البصرة وواسط من أبيات ليعزله عمر لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم على أن أقيم لك آنذاك منارة حجرية في وسط دجلة على رأسها جوسق ذهبي أصطع من الشمس مثل ما شاد كشتاسب لزردشت جوسقا من ذهب على سروة كشمر فقال مزدك لقباذ إن صحه أنت وأنا أدعو الله وأنا أدعو له الله وإنني لعلى يقينا من استجابة الدعاء ملاحظة كشتاسب معرب وعربه أيضا على كشتاسب وعلى بشتاسب وبشاتف وهو كشتاسب بن لهراسب الملك الكياني كان يرغب في انتزاع الملك من والده ولما لم يتسن له ذلك مضى إلى بلاد الروم وتزوج ابنة قيصر ثم عاد إلى إيران وتولى الملك وفي السنة الثلاثين لحكومته ظهر زردشت فقبله وآمن به مما أدى إلى ظهور العذاء بين الكيانيين والتورانيين وقد ذكر الفرتوس كشتاسب وأخباره في الشهنام كان لقب كشتاسب الهربذ بكسر الهاء وسكون الرأى أي عابد النار لقب به لأن زردشت أتاه بالمجوسية فقبلها كشمر بكسر الكاف وسكون الشين أو كاشمر قرية من قرى إقليم قوهستان من أعمال خراسان ذكرها القزوين باسم كشم خطأاً مثلما ذكرها الثعالب باسم كشمير أما سروة كشمر فقصتها طويلة ومعروفة في التراث الفارسي يقال إنها إحدى سروتين أمر زردشت صاحب المجوس بغرسهما أما الأخرى فسروة فريومد من أعمال السبزوار مع هذا فقد اختلف في من غرس السروة فقيل إن زردشت هو الذي غرسها تخريداً لاعتناق كشتاسب المجوسية وقيل إن كشتاسب هو الذي غرسها بل غرس الشجرتين ويقال إن سروة كشمر كانت شجرة عظيمة جداً لم يرى مثلها في عظمها حتى إنها حالت دون وصول ضرر الزلازل إلى كشمر ذكرها صاحب الشهنامة ونفر ونفر من الشعراء الفرس ويذكر أن الخليفة المتوكل أمر بقطع هذه السروة العظيمة في عام 247 هجري وحملها قطعاً على الجمال لرؤيتها واستعمالها في بناء قصره الجعفرية بسام الراء فقطعت ولم تجدي شفاعة الشافعين وتضرعهم لكنها لما وصلت إلى ضفاف دجلة كان المتوكل قد لقي حطفه غيلة على يد ابنه فقال علي بن الجهم فأل سر بسبيله المتوكل فالسر يسري والمنية تنزل ما سربلت إلا لأن إمامنا بالسيف من أولاده متسربل ولما أطبق الليل أطلع قباذ أنو شروان على كل ما جرى فقال أنو شروان ليدعو مولاي مزدك بعد أسبوع ويقول له لقد رأى أنو شروان رؤية أبزعته ليلة أمس إذ جاءني مع تباشير الصباح الباكر وقال رأيت في المنام نارا عظيمة تتقدم مني فرحت أبحث عن ملجأ وإذا شخص وسيم الصورة يتقدم نحوي فقلت له ما تريد النار مني قال النار غاضبة عليك لأنك كنت تعدها كاذبة قلت أن تعلم أنت هذا قال الوحي جبريل يعلم كل شيء وأفقت من نومي وهانذا ماضا الآن إلى بيت النار ومضى يحمل معه شيئا من المسك والعود والعمر ليلقي بها في النار ويتعبد عندها ثلاثة أيام بليالها ويتضرع إلى الله وأخبر أقباذ مزدك بما قاله أنو شروان ونفذ أنو شروان ما أخذ نفسه به أيضا ففرح مزدك فرحا عظيما بعد أسبوع واحد على هذا الحديث طلب أنو شروان إلى أبيه أن يقول لمزدك بأن أنو شروان قال لي لقد وضح لي بجلاء أن هذا المذهب حق وأن مزدك رسول الله ساعتني قم مذهبه وأنضم إليه بيد أن ما يشغرني هو أن أكثر الناس يخالفونه إنني أخشى أن يخرجوا ويتآلبوا علينا وينتزع الملكة من أيدينا عنوة ليتني أدري كم عدد أتباعي كم عدد أتباعي هذا المذهب ومن هم فإن يكون على ما نبغي من عدد وعدة فبها ونعمة وإلا فلأتريث إلى أن يشتد عودهم ويقوى ساعدهم ويكثر عددهم وسأمدهم بما يحتاجون إليه من مؤونة والسلاح وعتاد حينئذ نظهر المذهب في أتم قوته ونفرضه على رقاب الناس عنوة وبحد السيف فإن يقل مزدك إن عددنا كثير قل له أعد جريدة بأسماء أتباع المذهب جميعا لنعرضها عليه أي أنو شروان ليزداد قلبه بأسا وجرأة ولكي لا تبقى له ثم تذريعة يتذرع بها بهذا نستطيع أن نعرف عدد المزدكيين ومن هم الذين دخلوا في مذهب مزدك ونقل قباذ هذا الكلام إلى مزدك ففرح واستبشر وقال لقد اعتنق هذا المذهب خلق كثير فقال قباذ أعد جريدة بأسمائهم كي لا يبقى كما قلت لأنو شروان أي عذر وأعد مزدك الجريدة وأتى بها إلى قباذ فعدهم قباذ فإذا هم 12 ألف رجل من المدن والقرى والجيج قال قباذ سأدعو أنو شروان الليلة وأعرض عليه الجريدة وستكون علامة دخوله المذهب بأن آمر في الحال أن ينفخ في الأبواق وينقر على الطبول والدفوف وأشيع الفرحة في الخارج كأنني رزقت طفلا فإذا ما سمعت أصوات الزمر والنقر فاعلم أن أنو شروان قد اعتنق هذا المذهب ولما رجع مزدك وجن الليل دعا قباذ أنو شروان وأراه جريدة الأسماء وأخبره بالعلامة التي اتفق مع مزدك عليها فقال أنو شروان حسن جدا مر بالنفخ في الأبواق والنقر على الطبول وحين ترى مزدك غدا قل له لقد استجاب أنو شروان لنا ودخل في مذهبنا بعد أن رأى جريدة الأسماء وعرف عدد الأتبع وقال لو كان عددهم خمسة آلاف فذا حسبنا أما وهم الآن إثنى عشر ألفا فلا خوف علينا حتى لو صار العالم كله خصمنا علينا من الآن فصاعدا أن نتداول نحن الثلاثة مولاي ومزدك وأنا كل شيئا معا ثم أرسل من يستديني وبعد هزيع من الليل سمع مزدك أصوات الأبواق والطبول فأخذته الفرحة وقال لقد دخل أنو شروان في مذهبنا وفي اليوم التالي ذهب مزدك إلى قاعة العرش فجلس قباذ على السرير ونقل إليه كل ما قاله أنو شروان فسر مزدك جدا ولما تركا القاع جلسا وحيدين وبعثا من يستدين أنو شروان وحضر أنو شروان ومعه تحف وأشياء ذهبية هذية إلى مزدك فوضعها أمامه ونثر الذهب والدر بين يديه وأخذ يعتذر إليه عما مضى ثم تداولوا في كل شيء وفي ختام حديثهم قال أنو شروان لأبيه أنت مولى العالم ومزدك رسول رب العالمين فمن الأفضل إذن أن تولياني قيادة هؤلاء القوم لأجهد في جعل كل من ليس في مذهبنا وطاعتنا في العالم يقبل عليه رغبة وطواعية فقال له لك ما تريد قال أنو شروان إن هذا الأمر في حاجة إلى أن يرسل مزدك رسولا إلى أتباعه في المدن والقرى والأطراف يخبرونهم بأن عليهم أن يعدوا أنفسهم من الآن ولمدة ثلاثة أشهر للمجيء إلى قصرنا جميعا من الأداني والأقاصي في أسبوع كذا وكذا أما نحن فعلينا أن نبدأ منذ الساعة وإلى ذلك اليوم بإعداد الوسائل اللازمة لهم من سلاح وركائب بحيث لا يدري أحد بما نحن فيه ألبت وحين يأزف ذلك اليوم نبسط لهم خوانا يتسع لهم جميعا بل يزيد وبعد أن يتناول الطعام يتحولون من قصر إلى آخر حيث مجلس الشراب فيشرب كل واحد سبعة أقداح بعدئذ يلبسون الخلع كل بما يناسبه خمسين خمسين وأربعين أربعين وثلاثين ثلاثين وعشرين عشرين إلى أن يلبسوا جميعا مع حلول الليل نفتح بيت السلاح على مصرعه ونعطي من لا أسلحة لهم ما يحتاجون إليه من السلاح والدروع والزرود ثم نخرج في الليلة نفسها فنؤمن كل من يدخل في مذهبنا ونقتل كل من يأبى ذلك فقال أقباذ ومزدك هل على هذا من مزيد وعلى هذا إن صرفوا كتب مزدك رسائل إلى شتى الأرجاء يخبر فيها القاصي والداني أن عليكم أن تحضروا إلى العاصمة في شهر كذا ويوم كذا بكامل أسلحتكم ووسائلكم وبقلوب قوية فإن الأمور في صالحنا والملك إمامنا وقائدنا وفي اليوم الموعود حضر الاثنى عشر ألف رجل إلى العاصمة وصاروا إلى قصر الملك حيث رأوا خوانا مبسوطا لم ير أحد مثله قط وجاء أقباذ فجلس على السرير وجلس مزدك على كرسيه أما أنو شروان فوقف مشمرا عن سعيده كأنه يقول إنني أنا المضيف ومزدك يكاد يخرج من جلده فرحا وأخذ أنو شروان يجلس كل واحد منهم إلى الخوان حسب منزلته إلى أن أجلسهم جميعا وبعد أن فرغوا من الطعام تحولوا إلى قصر آخر فرأوا مجلس أنس وطرب لم يروا مثله وجلس أقباذ على السرير ومزدك على الكرسي وأجلس الباقون بالترتيب الذي جلسوا فيه على الطعام وشرع المطربون يرهفون الأسمع والسقاط يديرون ابنة الكرم وبعد أن أديرت الخمر مرتين دخل مئتا غلام وفراش يحملون في أيديهم أرضية ديباج ومآزر قصب ووقفوا في أطراف المجلس ساعة أمرهم أنو شروان بعدها أن المكان غاص هنا خذوا الثياب إلى ذلك القصر ليتسنى لنا نقل الضيوف إليه عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين لارتداء خلعهم ومن هناك يذهبون إلى ميدان اللعب بالطبطاب وينتظرون فيه إلى أن يلبس الجميع ويأتوا إليه ثم توجه الملك ومزدك إلى الميدان لتفقده وإلقاء نظرة عليه ثم نأمر بفتح بيت السلاح وإحضار السلاح بيد أن أنو شروان كان قد أرسل في اليوم السابق شخصا إلى القرى يطلب مئتي رجل وثلاثمائة من المشتزقة بمعاولهم ومساحيهم لتنظيف القصور والحدائق والميادين وإزالة ما فيها من أوساق وقاذورات وفضلات ولما جئ بهم جمعهم أنو شروان جميعا في ميدان اللعب بالطبطابة وأمر بإغلاق بوابته بإحكام ثم خاطبهم أريدكم أن تحفروا في هذا اليوم وهذه الليلة 12 ألف حفرة عمقوا كل منها ذراع ونصف وأن تبقوا تراب كل حفرة إلى جانبها ثم أمر الحراس أن يضعوهم في السراء الصغير داخل الملعب بعد أن ينتهوا من الحفر وأن لا يسمحوا لأي منهم بالانصراف وفي الليل سلح أنو شروان أربعمائة رجل خبأهم في السراء الصغير أيضا وقال لهم كلما بعثت بعشرين عشرين ممن في المجلس إلى القصر خذوهم من القصر إلى السراء الصغير ومنه إلى الميدان ثم عرواهم وألقوا كل واحدا في حفرة على رأسه إلى سرته بحيث تبقى أرجلهم في الهواء ثم هيلوا عليهم التراب وطأوهم بأرجلكم حتى يستقر في الحفر جيدا ولما ذهب الموكلون بالألبسة إلى القصر الذي أمرهم أنو شروان بالذهاب إليه أحضر مئتا جواد بقرابيس الذهب والفضة وأحضرت التروس وأنطقة السيوف أيضا فأمر أنو شروان لتأخذ إلى ذلك القصر أيضا فأخذت ثم شرع أنو شروان يرسل الرجال عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين إلى القصر الآخر حيث كان يتولاهم رجاله فيأخذونهم إلى الميدان والسراء الصغير فيه ثم يلقون بهم في الحفر ويهيلون عليهم التراب إلى أن أهلكوا جميعا وبعد أن ألقوا جميعهم في الحفر قال أنو شروان لأبيه ومزدك لقد ألبس الرجال الخلع جميعا ووقفوا في الميدان بانتظام ألا تنهضان لإلقاء نظرة عليهما فسترياني زينة لم تريا أجمل منها قط ونهض قباذ ومزدك كلاهما وصار إلى القصر الآخر ثم إلى الميدان والسراء الصغير وسرح مزدك نظره فلم ير على أرض الملعب في شتى أرجائه سوى أرجلا تتميل في الهواء حينئذ التفت أنو شروان إلى مزدك وقال ليست ثم تخلع أحسن من هذه نخلعها على جيشا أن تقائده لقد جئت لتبديد أموال الناس وثرواتهم وهدكي نسائهم ونزع الملك من بيتنا ولما كانت قد أقيمت بأمر أنو شروان دكة عالية وحفرت حفرة في مقدمة الميدان أمر بأن يساق مزدك إلى الدكة ويلقى في الحفرة إلى صدره واقفا على رجله وصدره ظاهر وصب الجص من حوله في الحفرة ليظل مصلوبا منتصبا فيه ثم قال أنو شروان أنظر الآن إلى أتبعك وسرح نظرك فيهم قال لي أبيه أرأيت رأي العقلاء وتدبيرهم إن مصلحتك الآن في أن تلزم القصر مدة إلى أن يسكن عن الجيش والرعية الغضب لأن من شاء هذا الفساد ضعف رأيك وتدبيرك وأجلس أنو شروان أباه في القصر وأمر بإخلاء سبيل القرويين الذين أحضروا لحفر الحفر وفتح بوابة الميدان لتدخل جموع الجيش والناس للتفرج والمشاهدة فأخذت الجموع تنتفو لحية مزدك وشاربه إلى أن فارق الحياة ثم وضع أنو شروان ورده في السلاسل والأغلال واستدعى أرباب الدولة وعظمائها ثم تبوأ العرش بالحجة والحق وأطلق يده في العدل والبذل وظلت هذه الواقعة من ذكرياته الفصل الخامس والأربعون خروج سنباذ المجوسي على المسلمين من نيسابور إلى الري وفتنته منذ هذه الأيام عهد أنو شروان لم يرفع أحد من هؤلاء القوم رأسه إلا ما كان من أمر إمرأة مزدك خرمة بنت فادة التي كانت قد فرت مع رجلين من المدائن إلى ضواحي الري وأطرافها وأخذت تدعو الناس والرجلان معها إلى مذهب زوجها سرا إلى أن اعتنقه خلق كثير من المجوس وأطلق الناس عليهم لقب الخرمية لكنهم كتموا أمرهم ولم يجرؤوا على إعلان مذهبهم فالتفقوا طوال تلك المدة يفتشون عن حجة يستطيرون وراءها للخروج وإظهار مذهبهم على رؤوس الأشهاد ولما قتل أبو جعفر المنصور الدوانقي أبا مسلم الخراسان صاحب الدولة ببغداد عام 137 لهجرة محمد صلى الله عليه وسلم كان في نيسبور رئيس المجوسي اسمه سنباذ كانت تربطه بأبي مسلم صحبة قديمة وله في عنقه حق صداقة وخدمة سالفتين فأبو مسلم هو الذي قربه ورقاه إلى درجة قائد جيش فما كان من سنباذ بعد قتل أبي مسلم إلا أن أعلن تمرده وخروجه وتقدم بجيش من نيسبور إلى الري وأخذ يدعو مجوس الري وطبرستان لأن نصف أهل قهستان والعراق كانوا رافضة ومزدكية وأراد أن يظهر الدعوة فعمد أولا إلى قتل أبي عبيد الحنفي عامل المنصور على الري واستولى على الخزائن التي كان وضعها أبو مسلم هناك ولما قوي أمره خرج يطلب ذمى أبي مسلم مدعيا أنه رسوله إلى أهل العراق وخراسان وزعم إن أبا مسلم لم يقتل لكنه لما هم المنصور بقتله دعا اسم ربه الأعلى عز وجل فصار حمامة بيضاء وطار من بين يديه إنه الآن في حصن من نحاس والمهدي ومزدك معه سيظهرون الثلاثتهم يتقدمهم أبو مسلم ومزدك وزيره ولقد وصل إلي قاصد برسالة من أبي مسلم لما سمعت الرافضة اسم المهدي وسمع المزدكيون اسم مزدك التفى حول سنباذ من الرافضة والخرمية خلق كثير فعظم شأنه وتفاقم أمره إذ وصل عدد أتباعه إلى أكثر من مئة ألف شخص بين خيال وراجل وكان كلما اختلى بالمجوس يقول لهم لقد آذن الدولة العربي بالأفول هذا ما قرأته في أحد الكتب الساسانيين لن أعود إذا لم أدمر الكعبة التي اتخذوها بدل الشمس قبلة لهم أما نحن فسنجعل الشمس قبلة لنا مثل ما كانت الحال عليه قديما وكان يقول للخرمية إن مزدك شيعي وهو يأمركم بأن تضع أيديكم في أيدي الشيع وظل سنباذ يوقع على هذا النغم نفسه للمجوس يوقع على هذا النغم نفسه للمجوس وغلات الشيع والخرمية إلى أن استطاع أن يكسب إليه الفرق الثلاث ويستميلها ثم استطاع أن يقتل بعض قادة المنصور ويهزم جيوشه إلى أن ندب جهورا جهورا العجلي لحربه بعد سبع سنوات وجمع جهور جيوش خوزستان وفارس وتقدم نحو أصفهان حيث ضم إليه مرتزقتها وعرب قم وعجلي كرج ثم مضى في سبيله إلى أن وصل إلى مشارف الري حيث اشتبك مع سنباذ في حرب ضارية ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع قتل سنباذ بيد جهور في أثناء نزال بينهما فتفرقت جمعه وعاد كل منهما إلى مكانه واختلطت الخرمدينية بالمجوسية والتشيع وأخذ كل منهم يتصل بالآخر سرا ويقوى وينمو يوما على يوم إلى أن أخذ المسلمون والمجوس يطلقون لقب الخرمدينية على هذه الطائفة وبعد أن قتل جهور سنباذ دخل الري وقتل من وجد فيها من المجوس وأغار على منازلهم ونهبها وسبى نساءهم وأبناءهم واتخذهم عبيدة الفصل السادس والأربعون خروج الباطنية والقرامط لعنهم الله وإظهار المذهب السيء إن سبب ظهور مذهب القرامط هو أنه كان لجعفر الصادق رضي الله عنه ابن اسمه إسماعيل مات قبل أبيه تاركا وراءه ابن اسمه محمد لقد عاش محمد هذا إلى أيام هارون الرشيد ويقال إنه لما لمح أحد الزبيريين أمام الرشيد بأن جعفر الصادق يبيت للخروج ويدعو الناس سرا ويسعى للوصول إلى الخلافة بغير حق أمر الرشيد بإحضار جعفر من المدينة المنورة إلى بغداد وسجنه فيها ومات محمد هذا في السجن فدفن في مقبرة قريش ملاحظة يذهب عباس إقبال ويوافقه الدكتور جعفر شعار وينقل عنه حرفيا في الصفحة 322 إلى لقد توفي الإمام جعفر الصادق عام 148 هجري في حين أن خلافة الرشيد بدأت عام 170 هجري لذا فإن عد هذا الإمام معاصرا للرشيد لخطأ تاريخي آخر من أخطاء مؤلف سياسة نامة إن هذا الكلام صحيح تاريخيا لكن عبارات المؤلف أعلاه وهي واحدة في النسخ الخطية كلها فيما يقول دارك صفحة 343 يشوبها الإضطراب والتناقض وعدم الدقة التاريخية يقول أنه بغتي ورد موسى بن جعفر عليه السلام في سنة 28 ومئة ولقد قدم هارون الرشيد المدينة منصرفا من عمرة في شهر رمضان ثم شخص هارون إلى الحج وحمله معه ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك فتوفي في حبسه ببغداد لخمس ليالا بقينة من رجب سنة 83 ومئة وهو ابن خمس أو أربع وخمسين سنة ودفن في مقابر قريش ويقال في رواية أخرى إنه دفن بقيوده وإنه أوصى بذلك وكان لمحمد بن إسماعيل مولا حجازي اسمه مبارك كان يجيد الكتابة بخط دقيق يسمى المقرمط فأطلق عليه لقب قرمطويه أو قرمطويه وكان لمبارك صديق أهوازي اسمه عبد الله بن ميمون القداح يقال إنه جلس يوما إلى مبارك وحيدا وقال له كان مولاك محمد بن إسماعيل صديقي وقد أفضى إلي بأسراره التي لم يبح بها لك ولا لغيرك فدهش مبارك لهذا ورغب في معرفته وأخذ عبد الله بن ميمون على مبارك يمينا أن لا تفشي ما أقول لك لأحد إلا لمن هو أهل له وراح يعرض عليه أقوالا عن رموز حروف المعجم على لسان الآئمة مشوبة بشيء من كلام أهل الطبائع وألفاظ الفلاسفة ملاحظة أهل الطبائع هم الفلاسفة الدهريون الذين ينكرون وجود الله ويحلون الطبيعة أو الدهر محله وفي القرآن الكريم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون سورة الجافية آية 24 وقد أكثر فيها من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام والملائكة واللوح والقلم والعرش والكرسي ثم افترقا فاتجه مبارك إلى الكوفة ومضى عبد الله نحو قوهستان العراق التي في طلب أهل التشيع لقد كان موسى بن جعفر سجينا ملاحظة هذه العبارة تؤكد الاضطراب والتحريف الذين نبهت عليهم في بداية هذا الفصل مما لا يدع مجالا للشك في أن كلمة موسى قد سقطت من النسخ الخطية لقد كان موسى بن جعفر سجينا في حين مضى مبارك في نشر دعوته سرا حتى نشرها في سواد الكوفة وأطلق أهل السنة على بعض من استجابوا لدعوته لقب المباركية وعلى بعضهم الآخر القرمطية أو القرمطية أما عبد الله بن ميمون فكان يدعو الناس إلى هذا المذهب في قوهستان العراق وكان مشعبذا بارعا وأستاذا في الشعبذة وإجرائها ملاحظة شعبذة بالذال المعجمة معرب شعبذة بالذال المهملة الفارسية لكنها في عربية اليوم شعوذة وقد أورد محمد بن زكريا اسمه في كتاب المخاريق وعده في جملة أساتيذ الشعبذة واستخلف عبد الله بن ميمون رجلا اسمه خلف ملاحظة هو خلف الحلاج الذي كان صاحب محلاجة قطن وقد أشار ابن النديم إليه دون أن يذكر اسمه فقال أور من قدم من بني القداح إلى الري وأذربيجان وطبرستان رجل حلاج القطن وقال له امضي إلى الري وادعو إلى الشيع فالناس في الري وقم وكاشان رافضة كلهم وسيستجبون لدعوتك سريعا فيعظم أمرك ثمة ويعلو شأنك أما هو فتوجه إلى البصرة خوف البلية ومضى خلف ومضى خلف إلى الري وأقام في قرية كلين في ناحية بشاوية وأخذ يشتغل بالطرازة التي كان أستاذا فيها ملاحظة كلين بضم الكاف قرية كانت المرحلة الأولى من الري لمن يريد خوار على طريق الحج بشاوية معرب بشاوية الفارسية القسم الجنوبي من ناحية غار الواقعة في حوض نهر شور ونهر كرج ومركزها المعروف قرية محمد علي خان على بداية طريق قم طهران يقال إنها ما زالت تعرف بفشاوية ومكث ثم مدة مدة لم يستطع أن يفضي فيها بأسراره لأحد إلى أن تمكن بعد جهد جهيد من أن يستميل إليه شخصا لقنه أصول المذهب مدعيا أنه مذهب أهل البيت وأنه سري لكنه سيعلن على الملأ بظهور قائم ملاحظة القائم لقب المهدي المنتظر وإن ظهوره لقريب عليك أن تتعرف على هذا المذهب لألا تكون جاهلا به حين يظهر المهدي ثم أخذ أهل القرية يثقفون هذا المذهب إلى أن تصادف وسمع كبير قرية كلين وهو يتجول خارجها يوميا صوتا يخرج من أنقاض مسجد هناك فاتجه نحوه وأخذ ينصط إليه فإذا خلف يشرح مذهبه مذهب القرامطة إلى أحد الرجال لما عاد كبير القرية قال لأهلها أيها الناس أفسدوا أفسدوا على هذا الرجل أباطله وترهاته وأحبطوها ولا تلتفوا حوله فإنني أخشى بما سمعت منه أن يكون دمار هذه القرية على يديه إن خلفا هذا ألكا لا يقوى على تلفظ حروف الطاء والراء والحاء فلقد سمعته يقول هذا باب باتن الرحمة ملاحظة تحريف لقوله تعالى له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سورة الحديد الآية الثلاثة عشر ولما علم خلف بوقوف الناس على حقيقة أمره فر من تلك القرية إلى الري وفيها مات وكان قد تمكن من أن يجر بعض أهل كلين رجالا ونساء إلى مذهبه وخلفه بعد موته ابنه أحمد بن خلف الذي اقتفى خطى والده دون أن يعلم أحد بالري بأمرهم حتى اهتدى أحمد إلى رجل اسمه غياث كان حاذقا جدا بالنحو والأدب فجعله خليفته في الدعوة شرع غياث هذا يوشي أصول مذهبهم بآيات من القرآن وأخبار الرسول وأمثال العرب والشعر وألف كتابا باسم البيان ذكر فيه معاني الصلاة والصوم وألفاظ الشرع على نحو الغاز ومعاميات ملاحظة ترجمت هذه العبارة عن نسخة إقبال بعد أن وضح عدم سلامة أصلها في النسخة المعتمدة وفي نسخة دارك أيضا فهي فيهما ودر أنا كتاب معنى نماز وروزة والاغتهاء شرعي بالطريق لغة ياد كيرد وهي في نسخة إقبال فقد تكون لغة ولما استشرت صديقي الأستاذ الدكتور غلام حسين يوسف في الأمر وافقني على ما ذهبت إليه وأقره ثم دخل في مناظرة أهل السنة وشاع في قم وكاشان وآبه هذا الخبر لقد ظهر في قرية كلين رجل مناظر يقال له غياث يبشر بأخبار سارة ويعلم الناس مذهب أهل البيت فقصد أهل هذه المدينة غياثا وأخذوا يتعلمون عليه المذهب إلى أن لقف الفقيه عبد الله الزعفراني ملاحظة قد يكون المقصود بعبد الله الزعفراني الزعفراني المعتزلي الذي تنسب إليه فرقة الزعفرانية التي انفصلت عن فرقة النجارية إلى أن لقف الفقيه عبد الله الزعفراني الخبر وعرف أن المذهب بدعة وألب أهل الري على غياث ففر إلى خراسان وأطلق أهل السنة بالري على فريق ممن اتبعوا هذا المذهب الخلفية وعلى فريق آخر الباطنية ومع حلول عام 200 هجري فشى هذا المذهب وخرج بالشام في السنة نفسها رجل يقال له صاحب الخال ملاحظة صاحب الخال أو صاحب الشام في اسمه أقوال وروايات مختلفة وأكثرها رواجا أنه عرف باسم الحسين بن ركرويه لقب باب صاحب الخال لخال كان على خده الأيمن المهم أن أشير هنا إلى خطأ نظام الملك تاريخيا الذي ارتفت إليه دارك قبلي في الصفحة 343 فقد ذكر المؤلف أن خروج صاحب الخال بأرض الشام كان عام 200 هجري في حين أنه كان عام 290 هجري وأنه قد عزم وقتل على يد الخليفة المكتفي عام 291 هجري واستولى على معظمها أما غياث الذي فر من الري إلى خراسان فأقام في مرورروذ ودع فيها الأمير حسين بن علي المروروذي فاستجاب له وقوي نفوذ حسين هذا في خراسان لا سيما في طالقان ومهنة وبارياب وعشستان غور ملاحظة الطالقان مدينة بخراسان كانت تقع بين مرورروذ وبلخ ولم يبقى لهذا الاسم ذكر في الخارطة اليوم فيما يقول كي ليسترينغ مهنة وقيلة ميهنة كانت قصبة رستاق أبيورد بارياب مدينة من مدن خراسان القديمة كانت تقع بين مرورروذ وبلخ وما زالت آثارها باقية إلى اليوم باسم خير أباد عرشستان في الفارسية الضرجستان وعرشستان بفتح العين وسكون الرأ كانت ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا لسلطان عليها سبيل وكانت تعرف عند البلدانيين العرب بغرج الشار الغرج بمعنى الجبال والشار بمعنى الملك أي جبال الملك كان يحدها من الغرب هرات ومن الشرق غور ومن الشمال مرورروذ ومن الجنوب غزنة فلما اعتنق هذا المذهب دخله خلق كثير من تلك النواحي أسوة به أعين غياث خليفة له في مرورروذ لدعوة الناس هناك ومضى هو إلى الري وجعل يدعو أهلها سرا من جديد واتخذ له في ناحية بشاوية خليفة كان ذا معرفة واسعة بالشعر العربي والأحاديث الغريبة وكنيته أبو حاتم ملاحظة جعل صاحب دولة الإسماعيلية في إيران أبو حاتم هذا وأبو حاتم الكينتي الآتي ذكره شخصية واحدة وقال لا ريب أن الإشارة هنا لأبي حاتم الرازي الفيلسوف المعروف وأحد دعاة الإسماعيلية المشار إليهم بالبنان مهما يكون فأبو حاتم الرازي مشهور بأحمد بن حمدان وقد توف في عام 322 وهو من كتاب الإسماعيلية والمصنفين فيها ومن دعاتها فري وقد أفاد من حماية مرداويج الزياري له ولما وقف مرداويج إلى جانب الإسماعيلية مضى أبو حاتم إليه في أثربيجان وفيها توفي بعد سنوات كان أبو حاتم معاصرا لأبي زكريا الرازي وكانت له معه معارضات له من الكتب الزينة وكتب الجامع وكتاب أعلام النبوة وقد طبع قسم من الكتاب الأخير باعتناء بول كراوس ومضياء يدعوان الناس وكان غياث وعد الناس بخراسان أن القائم الذي يدعى المهدي سيظهر في وقت قريب في سنة كذا فوطن القرامطة نفوسهم على هذا أما أهل السنة فبلغهم خبر عودة غياث مرة أخرى وأنه يدعو الخلق إلى مذهب السبعية ملاحظة السبعية فرقة تنسب إلى محمد بن إسماعيل سميت بهذا لأن أصحابها ينهون الإمامة إليه ينهون الإمامة إليه وهو الإمام السابع وأزف موعد ظهور المهدي ولم يظهر فبان كذب غياث وأخذ السبعيون من مذهبه عليه مآخذ وعيوبا لهذين السببين غضبوا عليه وتفرقوا عنه أما أهل السنة فمضوا في طلبه ليقتلوه لكنه توارع عن الأنظار مضطرا ولم يدري أين سارت ركائبه التفى السبعيون بعد ذلك حول صبط من أسباط خلف وقضوا معه حينا من الدهر ولما شعر بدنوي أجله نصب ابنه أبا جعفر الكبير خلفا له لكن أبا جعفر هذا ابتلي بالسوداء ملاحظة السوداء والسويداء مرض الماليخوليا الهوس ابتلي بالسوداء فأناب عنه رجلا كنيته أبو حاتم الكينتي ملاحظة يبدو أن المحاقق الدكتور جعفر شعار شك في الكينتي فوضع بعضها علامة استفهام ومما يذكر أن ابن النديم ذكره أيضا بأبي حاتم الورساني وما إن شفي أبو جعفر وتحسنت حاله حتى قوي مركز أبي حاتم فاستأثر بالرياسة دون أن يعير أبا جعفر أي اهتمام فخرجت الرياسة من أسرتي خلف وبث أبو حاتم الدعاة في المدن المحيطة بالري من مثل طبرستان وجورجان وأذربيجان وأصفهان ودعا الناس إلى مذهبه ومقالته فاستجاب أحمد بن علي أمير الري لدعوته وصار باطنيا ثم تألب أهل ديلمان على علويي طبرستان وقالوا لهم أنتم تدعون إنما المذهب هو هذا الذي نحن عليه فحسب غير أن المسلمين يكتبون إلينا من مختلف الأرجاء بأن لا تصغوا إليهم أي إليكم فمذهبهم سيء وهم أهل بدعة إنكم تحتجون بأن العلم قد خرج من آل بيتنا في حين أن العلم لا يمضي مع النسب إن تتعلم تعرف وكل من يتعلم تتاح له المعرفة أيضا فالعلم لا يورث إن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة وأنه عليه السلام لم يجعل له في الدين قوما خاصة وآخرين عامة حتى يقال إنه قال للخاصة كذا وللعامة كذا لقد تبين لنا أنكم كذابون ولما كان أمير طبرستان شيعيا يناصر العلويين فقد عصوه أيضا وقالوا له ائتنا بفتوى من بغداد ومدن خراسان وما وراء النهر على أن يصحبك رسول مننا ذهابا وإيابا تشهد بأن مذهبكم هو مذهب المسلمين الأطهار وأن ما تقولون وتفعرون هو ما أمر به الله ورسوله لكي نقبلكم ونعتنق مذهبكم وإلا فالسيف بيننا وبينكم فنحن أبناء جبال وأهل أدغال وأفاد أبو حاتم من هذه الحال فتحول من الري إلى الديلم حيث قابل زعيمهم سيار شيروي و ورداويند ورداويندي وأعلن انضمامه إليهم ثم شرع ينهش لحوم العلويين ملاحظة أي يغتابهم ويشنع عليهم أو يأكل لحومهم أمواتا في منصة القرآن الكريم ويلتمس لهم المعايب وقرر أن دولتهم لم تكن شرعية فالعلوي يجب أن يكون علوية دينا لا نسب ووعد الديالمة سيظهر قريبا إمام أنا على علم بدعوته ومذهبه فرغب أهل الديلمان وجيلان في إجابته وراجت بضاعته لديهم أيام سيار شيرو وردحا من عهد مردويج بن زيار ملاحظة مردويج بن زيار مؤسس سلسلة آل زيار التي يعود نسبها إلى ملوك إيران القدماء والتي حكمت في نواحي طبرستان وجورجان وجيلان وغيرها من أوائل القرن الرابع الهجري إلى أواصل القرن الخامس وانقرضت على يد الغزنويين مساكين أهل ديلمان وجيلان فقد كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار كانوا يريدون أهل السنة فوقعوا في شباك أهل البدعة ومع ذلك فقد قضوا معه ردحا من الزمن غير أنهم لما رأوا أن الوقت الذي مناهم بظهور الإمام فيه قد انقضى قالوا إن هذا المذهب لا أساس له ولا ما رأى في أن هذا الرجيل لص انطرار فانفضوا من حوله دفعة واحدة وصاروا إلى محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضوا في طلب أبي حاتم ليقتلوه لكنه لاذى بالفرار ومات في مفره فتهالهل أمر مذهب السبعية وأصابه الوهن ودب فيه الضعف فتراجع عنه خلق كثيرون ولحقوا بأهل السنة وتابوا إلى الله توبة النصوحة أما السبعيون فهاموا على وجوههم حينا لكنهم ظلوا يلتقون ويتفقون سرا إلى أن آل أمر المذهب إلى شخصين أحدهما عبد الملك الكوكبي الذي كان يقطن في كاردكو والآخر إسحاق الذي كان يقيم بري في ظهور الباطنية في خراسان وما وراء النهر أغوى الباطنية أمير خراسان نصر بن أحمد وفي خراسان نذب حسين بن علي المروروذي الذي كان غياث قد سيره باطنيا وهو يحتضر محمدا النخشبي للدعوة وعينه خلفا له ونائما وكان النخشبي متكلما معدودا في فلاسفة خراسان وأوصى حسين المروروذي النخشبي بأن يعمل ما بوسعه في أن ينيب عنه شخصا هناك أي في خراسان ويعبر رجيحون إلى بخارة وسمرقند لجر أهلهما إلى هذا المذهب واستمالة بعض أعيان أمير خراسان نصر بن أحمد تقوية لأمره ولما مات حسين المروروذي خلفه النخشبي فاستجاب خلق كثيرون من أهل خراسان لدعوته ثم عين النخشبي خليفة له في مروروذ رجلا من زعماء الباطنية يقال له ابن سوادة كان قد فر من أيدي سني الري إلى خراسان عند حسين بن علي المروروذي أما المروروذي نفسه فعبر جيحون إلى بخارة لكنه لما رأى أن لا نفع يرتجى لمذهبه هناك وأنه لا يجرؤ على إظهاره ترك بخارة إلى النخشب وفي نخشب استطاع أن يستميل إليه أحد ذوي قربه بكر النخشبي الذي كان نديما لأمير خراسان واستطاع بكر أن يدخل في هذا المذهب صديقا له اسمه الأشعث كاتب الأمير الخاص الذي كان منه بمنزلة النديم ولما دعوا أبا منصور الجغاني عرض الأمير وزوج أخت الأشعث للدخول في المذهب لبى دعوتهم ودخل في مذهبهم أيضا آيتاش الحاجب الخاص الذي كان صديقا لهم ثم قالت هذه الثلة لمحمد النخشبي لا دعي لوجودك في نخشب تعال إلى الحضرة بخارة ملاحظة الحضرة العاصمة المركز والكلمة مستعملة في الكتب التاريخية تصل بدعوتك إلى عنان السماء في أقصر وقت وندخل في مذهبك وندخل في مذهبك العظماء والأعيان وترك النخشبي نخشب إلى بخارة وأخذ يجالس فيها هو وثلته الأعيان والعظماء يدعوهم إلى مذهبه وكان يأخذ على كل من يستجيب له عهدا بأن لا تبح بشيء لأحد ما لم أقل لك وكان النخشبي يدعو الناس إلى الشيعة أولا ثم يجرهم تدريجيا إلى السبعية إلى أن دخل في مذهبه رئيس بخارة وصاحب خراجها ووجوه المدينة وتجارها وأدخل في مذهبه أيضا حسن ملك أو حسن ملك الذي كان من خاصة الأمير ووالي إيلاق ملاحظة إيلاق كانت من مدن بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك ويقال إنها مدينة كانت تقع بين فرغانة وتشقند الحالية على بعد عشرة فراسخ أي ستين كيلومترا من الأخيرة وعليا الزراد الذي كان الوكيل الخاص ولقد كان أكثر من ذكرنا أكثر من ذكرنا من مقربي الأمير ومعتمديه وبعد أن كثر أتباع النخشبي وجه اهتمامه إلى الأمير نفسه فأوعز إلى خاصته بأن يذكروه بالخير أمام نصر بن أحمد في صحوه وسكره وذكره أولئك مرات أمام نصر الذي أنابهم بأن ينقل إليه أنه أي نصر يرغب في رؤيته ولقائه ثم مضوا به إلى نصر وأخذوا يشيدون بعلمه ويثنون عليه أمامه حتى شغف به أمير خراسان فقربه وأعزه وكان النخشبي يلقي على مسامع الأمير شيئا من مقالته في كل مرة يجلس إليه وكان الندماء والمقربون ممن اتبعوا مذهبه يكيلون له عبارات المدح والاستحسان والإعجاب كلما فاه بشيئا ويقولون هذا هو الصحيح وأخذ نصر بن أحمد يكرمه ويرفع من قدره أكثر فأكثر يوميا حتى إنه أضحى لا يطيق دونه صبرا وباختصار فقد انتهى الأمر باستجابة نصر بن أحمد لدعوته وهيمنة النخشبي ونفوثه حتى أصبح تعيين الوزراء وتنحيتهم رهن إرادته وراح الأمير ينفذ كل ما يقول ولما وصل النخشبي إلى هذا الحد جاهر بدعوته فسانده أتباعه وأظهروا مذهبهم علانية وازدادوا قوة وجرأة وصار الأمير يجالس السبعين غير أن الترك وقادة الجيش لم يرق لهم أن يتحول الأمير إلى القرمطية فقد كان لقب قرمطي يطلق في تلك الأيام على من يعتنق هذا المذهب أما علماء المدينة وضواحيها وقضاتها فجمعوا أنفسهم ومضوا جميعا إلى القائد الأعلى للجيش وقالوا له حذاري حذاري فالإسلام في موراء النهر في محنة وضيع لقد أضل هذا النخشبي الحقير الأمير وجعله قرمطيا وحرف الناس عن سبيل الحق ولقد آل أمره إلى حد يدعو فيه الناس إلى مذهبه جهارا وعلانية لا نستطيع أن نلوذ بالصمت أكثر من هذا فقال إنني شاكر لكم هذا عودوا واهدأ بالا فسيأتي الله تعالى بما فيه الصلاح إن شاء الله في اليوم التالي كلم قائد الجيش نصر بن أحمد في الأمر دون جدوى وثارت ثائرة الجند فقالوا لن نوافق بأي حال على ما اختار الأمير أو نسهم فيه أما قادة الجيش فبدأوا يتبادلون الرسائل سرا بأن ما الحيلة واستطاعوا أن يعرفوا ما يكنه كل واحد منهم وهو أنهم لن يرضوا بما أخذ الأمير نفسه به لقد كانوا كلهم من ذوي العمائم سوى أميرين تركيين دخلا في هذا المذهب وأخيرا اتفق قادة الجيش على أن لا نريد أميرا كافرا سنقتل الأمير ونجعلك أنت يا قائد الجيش الأعلى أميرا ونقسم لك بأننا لن نتراجع عن هذا واستجاب القائد الأعلى لهم تدينا وطمعا في الحكم وقال إن أول ما يجب أن نتدبره هو أن نجتمع نحن قادة الجيش معا ونتعاهد ثم نتداول في كيفية الاستلاء على زمام الأمور بنحو لا يدري به الأمير فقال قائد عجوز يقال له طلا أوكا تدبير الأمر أن تخبر أنت يا قائد الجيش الأمير إن قادة الجيش يطلقون إلي أن أقيم لهم مأدبة ولن يقول بأي حال لا تفعل بل سيقول ولم لا إن تستطع حينئذ قل له إنني لست عاجزا من حيث الطعام والشراب لكنني لا أقدر على إعداد ما يحتاج إليه المجلس من سجاد وفراش وآلة وأدوات زينة ذهبية وفضية وسيقول لك خذ ما تحتاج إليه من خزانتنا وبيت شرابنا ودار فراشنا فقل له إنني سأقيم لهم مأدبة على أن يتجه بعد الطعام لغزو الكفار في بلاساغون التي استولى عليها كفرة الترك وجاوز صراخ المتظلمين مداه كيما لا يسيئ بك الظن ثم هيئ نفسك لإعداد مستلزمات الوليمة ومر الجنود بأن استعدوا لضنك يوم كذا ثم استعر كل ما في خزانة الملك وبيت شرابه وفراشه من آلة ذهبية وفضية وفرشة ذيباج والتحف وخذها إلى قصرك وفي اليوم الموعود بعد أن يجيأ الجند جميعهم إلى قصرك أغلق بابه بدعوة كثرة الناس ثم ادعو إلى أحد الحجرات قادة الجيش لشرب الجلاب ملحظة الجلاب معرب جلاب الفارسية المركبة من جل أو جل أي الورد وآب أي الماء ومعناه هنا نوعا من شراب يعقد من العسل والسكر بماء الورد وفاتحهم في الأمر توطئة لقتل الأمير ومبايعة القائد الأعلى إننا ونحن الأصل معك أما الآخرون وهم الفرع فإنهم سيوافقوننا بعد أن يسمعوا رأينا أيضا وينضمون إلينا حينئذ نعهدك ونغلظ لك الأيمان ونعقد لك البيعة بالإمارة ثم نخرج من الحجرة ونجلس إلى الخوان وبعد الطعام ننتقل إلى مجلس الشراب فيشرب كل منا ثلاثة أقضع ثم نهب آنية المجلس ذهبيها وفضيها قادة الجيش ونخرج حالا ونتوجه إلى قصر الأمير فنقبض عليه ونقتله ولا نؤمن أحدا من ندمائه وأتبع مذهبه بل نقتلهم جميعا ثم ننهب كل ما في خزينته وإصطبله وقصره ونجلسك على العرش فورا بعد ذلك نأمر الجيش بأن يشرع سيوفهم ويمضوا إلى المدينة والريف ليقتلوا كل من يجدون من القرامطة كافة ويحرقونهم وينهبوا ثرواتهم وممتلكاتهم فقال القائد الأعلى هذا هو التدبير في اليوم التالي قال القائد الأعلى لنصر بن أحمد إن قادة الجيش يريدوني أن أقيم لهم وليمة ويطالبونني بها يوميا فقال نصر إن تستطع فلا تقصر قال القائد الأعلى لست عاجزا من حيث الطعام والشراب لكن يتعذر علي أن وهيئ ما يحتاج إليه المجلس من فرش وآلة وزينة ذهبية وفضية فإما أن يولم المرء وليمة جيدة وإلا فلا قال نصر خذ ما تحتاج إليه لهذا الغرض من خزانتنا وبيوت شرابنا وبيت فراشنا فقبل القائد الأرض بين يدي نصر بن أحمد وانصرف وفي اليوم التالي قال للجند عليكم أن تجهدوا يوم كذا ثم حمل كل ما في خزانة نصر بن أحمد وبيتي شرابه وفراشه من أطباق الذهب وضروبها وأقام وليمة لم يرى أحد مثلها آنذاك فأما قصره جميع قادة الجيش كل وفوجه ثم أمر القائد الأعلى بإغلاق باب القصر ودعا إليه كبار رجال الجيش وقادته في حجرة خاصة فبايعوه وعاهدوه ثم خرجوا إلى الخوان مباشرة بيد أن أحدهم تسلل من القصر عن طريق السقف وخفى إلى نوح بن نصر وأخبره بما حاكه قادة الجيش فامتطى نوح صهوة جواده حالا ومضى إلى قصر والده على جناح السرعة وقال له علامة جروس وقادة الجيش قد عقدوا البيعة والعهد للقائد الأعلى الساعة إنهم سيتحولون بعد الطعام إلى مجلس الشراب فيشرب كل منهم ثلاثة أقداح ثم ينهبون كل ما في المجلس من آلة الذهب والفضة وما أخذوه من خزانتك ويخرجون إلى قصرنا فيقتلونك ويقتلونني ويقتلون كل من يجدون فيه إن الغرض من وراء هذه الوليمة هو هلاكنا قال نصر لنوح فما الحيلة الآن قال نوح أن ترسل الآن إثنين من خاصة خدمك إلى القائد الأعلى وقبل أن ينهض الجمع عن الطعام إلى الشراب ليهمسا في أذنه يقول لك الأمير بلغني أنك تكلفت كثيرا وأقمت مأدوبة في غاية البهاء والعظمة أما وعندنا بضعة كراسة ذهبية مرصعة لا قبل لأحد من الملوك اليوم بها في مكان خارج الخزان نسيت أن أقول لك بأن تحملها إلى مجلسك أيضا لتطفي عليه زينة ما بعدها زينة إن ثمنها عشرة أضعاف ألف ألف دينار هلما لأسلمك إياها يدا بيد أيضا قبل أن يصير الضيوف إلى مجلس الشراب وسيأتي لا محالثة طمعا بالمال وحين يجيء نقطع رأسه ثم نتداول فيما يجب فعله بعد وأرسل نصر في الحال إثنين من خاصة خدمه يبلغان القائد الأعلى هذا وفي حين كان المدعوون منهمكين في الطعام قال القائد لواحد أو إثنين منهم لأي شيء يستدعين الأمير الساعة قالوا له اذهب وأحذر الكراسي أيضا فكل شيء يليق بنا اليوم ومضى القائد إلى قصر الأمير مسرعا فاستدعي إلى إحدى الحجر وأمر الأمير غلمانه على الفور بفصل رأسه عن جسده وبضعه في مخلات ثم قال نوح لأبيه لنركب نحن الاثنين ونذهب والمخلات معنا إلى قصر القائد الآن ولتتنحى أنت عن العرش أمام الجيش وتجعلني وليا للعهد لأتولى جوابهم عنك لكي يظل الملك في بيتنا إن الجيش لن يكون على وفاق معك بعد الآن وإنك ستنجو بهذا من قتلهم وتموت موتا عاديا وركبا ومضياء إلى قصر القائد على وجه السرع والتفت قادة الجيش فإذا الأمير وابنه يدخلان القصر فنهضوا جميعا وتقدموا إلى الأمام ترحيبا بهما ولم يكن أحد يدري بما جرى وقالوا ربما رغب الأمير في حضور الحفل ونهض نصر بن أحمد وجلس في مكانه ووقف حملة السلاح من خلفه وجلس نوح من عن يمينه وقال اجلسوا جميعا وأتموا طعامكم فجلسوا وعاودوا الأكل فالتهموا ما على الخوان فقال نصر بن أحمد اعلموا أنني قد أبلغت بما حاكته أيديكم وتواطأتم عليه فنفرت منكم لأنكم كنتم تبغون قتلي إن قلوبكم مني نافرة وأنتم ضاغنون علي الآن ولن تأمنوا بعد اليوم جانبي أو آمن جانبكم فإذا ما كنت قد حدت عن جادة الحق أو اعتنقت مذهبا سيئا أو بدى مني ذنب وهو ما جعلكم تتوقدون علي غيظا فها هو ذا ابني نوح أفيه عيب؟ قالوا لا فقال لستم بعد الآن جيشي ولست أميركم لقد جعلت نوحا وليا لعهدي وهو الآن أميركم أما أنا فسأشغل نفسي سواء كنت على صواب أم باطل باستغفار الله عز وجل والتوبة إليه وأما من حملكم على ما أنتم فيه فقد نال جزاءه وأمر بإخراج رأس القائد من المخلات ووضعها أمامه ثم نزل من على سريره وجلس على المصلة وتحول نوح إلى السرير وجلس مكان أبيه ذهشا قادة الجيش فأخذتهم الحيرة لما سمعوا ورأوا ولم يأتوا بأي عذر وحجة بل انحنوا لنوح وهنأوه تهنئة خالصة وألصقوا الجرم كله بالقائد الأعلى وقالوا أنت سيدنا ونحن مواليك فالأمر لك فقال نوح لتعلموا أنني في كل شيء نوح لا نصر لقد فات ما فات وحملت خطأكم هذا محمل مئة صواب سأحقق لكم كل رغباتكم فاصدعوا لأمري وانصرفوا إلى شؤونكم ومعاشكم حسب ثم طلب قيدا وأمر بوضعه في رجلي أبيه ونقله إلى قهندز ملاهظة قهندز معرب كهندز أي قلعة قديمة عتيقة حالا وحبسه فيها ثم قال والآن هيبنا إلى الشراب ولما جلسوا إلى الشراب وشرب كل منهم ثلاثة أقداح قال نوح كنتم قدع عقدتم العزم بعد أن تشربوا ثلاثة أقداح على أن تنهبوا كل ما في المجلس إنني لا أرتضي النهب ولا أمر به لكنني وهبتكم كل ما فيه هبة فخذوها جميعا وتقاسموها كل حسب مرتبته لينال كل واحد منكم نصيبه منها فأخذوها ووضعوها في الشوالق فختموها وأودعوها شخصا معتمدا ثم قال نوح إن كان القائد الأعلى ظن بنا ظن سوء فقد نال عقابه وإن كان أبي قد حاد عن طريق الصواب فها هو ذا الآن يتلقى جزائه أما أنتم فاتفقتم على أن تصيروا بعد الطعام إلى غزو بلاساغون لقتال كفار الترك إن في أرضنا نحن كفارا أولى بأن يقاتلوا هبوا إلى جهادهم وغزوهم واختلوا كل من دخل في الإلحاد واعتنق المذهب الذي اعتنقه أبي فيما وراء النهر وخراسان وحلال عليكم ثرواتهم وأموالهم ونعمهم لقد وهبتكم اليوم ما كان في المجلس من أموال والدي وسأهيبكم غدا ما في الخزانة فإن ثروة الباطنية حرية بالنهب أريدكم أن تأتوني الآن بمحمد النخشبي وجلساء أبي وتضربوا أعناقهم ثم تنتشروا في المدينة والنواحي فحملوا حالا وأحضروا محمد النخشبي الذي كانت داعيته وضربوا عنقه وأعناق حسن ملك أو حسن ملك وأبي منصور الجغاني والأشعف وعدد من الأمراء الذين دخلوا في الباطنية ثم انبثوا في المدينة وشرعوا يقتلون كل من كانوا يجدونه منهم فقد كانوا يعرفونهم جيدا لأن الباطنية كانوا بقوة الأمير وعزمه يجاهرون بمذهبهم ويدعون الناس إليه علانية وفي اليوم نفسه أرسل نوح أميرا على رأس جيش يعبر به جيحون إلى مرور الروث بأقصى سرعة ليقبض على ابن سواد ويقتله ثم يشرعون سيوفهم فيقتلون كل من يتعرفون عليه ويجدونه من الباطنية في خراسان سواء كان من الجيش أم من الرعية وأوصاهم بأن يؤمنوا الناس لألا يقتل مسلما خطأا وأقسم بأن من يقتل مسلما سأقتله ولا أقبل له عذرا وقضى رجال نوح سبعة أيام بلياليها يطوفون في بخارة ونواحيها يقتلون الباطنية وينهبون ثرواتهم بحيث لم يبق منهم أحد في خراسان وما وراء النهر سوى أولئك الذين لم يجرؤوا على المجاهرة باعتناقهم الباطنية وقضي على هذا المذهب بخراسان خروج الباطنية بالشام والمغرب وفسادهم ونأتي إلى الكلام على الشام فنقول كان لعبد الله بن ميمون ابن اسمه أحمد فلما مضى عبد الله إلى البصرة وأخذ يدعو الناس فيها سرا ثم مات هناك وألقي بروحه الخبيثة في جهنم نهض ابنه أحمد وصار إلى الشام ومنها إلى المغرب ولما لم يلقى فيها إذانا صاغية عاد إلى الشام وأقام في مدينة يقال لها سليمة يشتغل بالبزازة ملاحظة كذا في نسخة شعار لكنه أثبتها في تعليقاته سلمية وقال مدينة قرب حمص بالشام وفي نسخة دارك صفحة 296 سلمة وفي عباس إقبال مسلمية صفحة 273 لكن اسمها الصحيح كما ورد في كتب البلدان والتاريخ سلمية بفتح الأول والثاني وسكون الميم لتسميته قصة ذكرها ياقوت لكن أهل الشام لا يعرفونها إلا بسلمية كانت بليدة من ناحية البرية من أعمال حماء وكانت تعد من أعمال حمص والسلمية اليوم أو السلمية اليوم وكانت قاعدة من قواعد الإسماعيلية بلدة شرقية نهر العاصي سكانها نحو ستة ألاف نسمة والسلمية أيضا قضاء في محافظة حماء بسوريا البزازة هي البز وهي الثياب وقيل ضرب منها البزازة تجارة البزاز أو حرفته وولد له ثمة ابن أسماه محمدا وأسلم أحمد الروح فمضت مسرعة إلى النار أيضا ولما كان ابنه محمد صغيرا خلفه أخوه سعيد بن الحسين الذي ترك الشام إلى المغرب حيث غير اسمه إلى عبد الله بن الحسين ثم بعث برجلا من أصحابه هو أبو عبد الله المحتسب ملاحظة هو أبو عبد الله المحتسب الصوفي الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بأبي عبد الله الشيعي الذي قيل إنه كان من أهل المشرق نائبا عنه إلى بني الأغلب كان أكثرهم سكان بادية في النواحي التي كانوا يقطونها ودع أهل تلك المناطق ودع أهل تلك المناطق إلى هذا المذهب فدخل فيه منهم عدد كبير حينئذ أمرهم بأن ادعوا إلى المذهب بالسيف واقتلوا كل من لا تجدونه عليه فصدعوا للأمر وتجمع خلق كثير من بني الأغلب وشرعوا يهاجمون المدن والنواحي ويغيرون عليها ويدخلونها ويعيثون في أهلها قتلا ويستولون على المدن الواحدة تلو الأخرى إلى أن دانت أكثر بلاد المغرب لهم وخضعت لسيطرتهم فما كان من زكروه الذي يقال له صاحب الخال والذي كان يحكم بعض مدن الشام إلا أن أرسل علي وهسودان الديلمي قائد جيشه الأعلى وكان سنيا بجيش الشام إلى أبيع عبد الله المحتسب فجأة ففر أبو عبد الله وأعمل جيش علي السيف في بني الأغلب وقتلوا منهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وشتتوا شملهم في بقاع الأرض أما أبو عبد الله فنزل في مدينة من مدن بني الأغلب وألقى عنه الطيلسان ملاحظة الطيلسان يقال إنه معرب تالشان وجمعه طيالسة وقيل إنه ثوب يلبس على الكتف كما قيل إنه ثوب يحيط بالبذن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة وأخذ يعيش عيشة المتعبدين الصالحين وكان أهل تلك المدينة يعاملونه معاملة حسنة ويكرمونه والصاحب الخال يرسل رسله إليهم باستمرار ليبعثوا به إليه لكنهم لم يرسله بل كانوا يلتمسون لذلك الأعذار في حين كان أبو عبد الله يخشى أن يخاف بني الأغلب من صاحب الخال ويسلموه إليه واستقر به المقام أخيرا في جزيرة من جزر بني الأغلب وبنى له فيها منزلا وظل بني الأغلب يبعثون إليه بزكاتهم ولما مات خلفه ابنه وظلت قاعدة المذهب وأساسه هناك أمدا طويلا خروج الباطنية في نواحي هرات وغور وهلاكهم وفي عام 295 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل والي هرات محمد بن هرثم إلى الأمير العادل إسماعيل بن أحمد السامني يقول إن رجلا يكن بأبي بلال خرج في سفوح جبال غور وغرجة مجاهرا بمذهب القرامطة وإن الناس من كل الطبقات قد التفوا حوله لقد سمى داره دار العدل وهرع إليه خلق كثير من نواحي هرات يريدون يزيد عددهم على عشرة آلاف لمبايعته إن تتجاهل أمره أو تهمله فسيلتف حوله أضعف هذا العدد حينئذ يتفاقم الأمر وتشتد البلية ويقال إن أبا بلال هو أحد ندام يعقوب بن الليث وهو يدعو إلى المذهب نيابة عنه لما بلغ الأمير إسماعيل هذا قال يبدو أن دم أبي بلال هذا يغلي ثم أمر زكري الحاجب أن تخير خمسمائة غلام من بين الغلمان جميعا كل واحد منهم أجلد من الآخر وأشجع وليعطوا مالا ثم جعل عليهم تيقش قائدا فهو غلام المعي وليعطى عشرة آلاف درهم وحمل خمسمائة درع على البغال ثم أتي بهم غدا إلى جوي موليان ملاحظة في طبعتين شعار ودارك جوي مولتان بالتاء وهو تصحيف الصحيح جوي موليان بالياء كما في نسخة إقبال الذي يقول إنه كان أحد روافد جيحون قرب بخارة وجوي موليان أيضا محلة كانت ببخارة عرفت بنقاء جوها وحسنه وظلت قائمة إلى عهد السامانيين كيما أرهم وتذهب من أمامي إلى هناك ونفذ الحاجب زكري ما أمره به ثم أمر الأمير إسماعيل أيضا بكتابة رسالة إلى أبي علي المروروذي تقول زود أعوانك بالمال واخرج من المدينة قبل أن يصل غلمان إليك ثم انضمعهم إلى هرات والتقوا جميعا بمحمد بن هرثم وكتب إلى محمد بن هرثم جهز جيشك وخرج من المدينة إلى أن يصل إليك تيقش وأبو علي وقطع للتيقش عهدا على نفسه قال سأوليك ولاية حين تصل إلي من محمد بن هرثم رسالة تنبئ بأن الفتح قد تم على يدي أما الغلمان الآخرون فخاطبهم إن هذه الحرب ليست كالحرب مع علي بن شروين أو عمر بن الليث أو محمد بن هارون ملاحظة علي بن شروين كان القائد الأعلى لجيش عمر بن الليث الصفاري وقد وقع في قبضة الأمير السامني إسماعيل في حربه معه محمد بن هارون السرخسي كان قائد الأمير إسماعيل السامني في فتح طبرستان لكنه بعد سنة ونصف من حكمه فيها أعلن العصيان على إسماعيل الذي توجه إليه عام 288 هجري لدفعه فغلبه إسماعيل وسيطر عليه فقد كان لنا هناك عدد وعد لقد اعتمدتكم وحدكم في مهمة وهي أن خارجا ظهر في سفوح جبال هرات وأظهر مذهب القرامطة علانية إن معظم أتباعه من الرعاع والزرع سأخلع عليكم الخلع وأصلكم جميعا بالصلات وأرفع من مراتبكم ودرجاتكم بعد الانتصار والفتح الكبير ثم ندب كاتبا ثكيا بارعا لتولي شؤونهم الديوانية لما وصل تيقش بالغلمان إلى مشارف مرور روث انضم إليه أبو علي برجاله في الحال واستلم مفارق الطرق لألا يلقف الخارجون أخبارهم ولما وصلوا إلى هرات خرج محمد بن هرثم بجيشه حالا واستولوا على مفارق الطرق لألا يعلم أبو بلال بأمرهم ثم صاروا جميعا إلى الجبل وقضوا ثلاثة أيام بليالها يخترقون المسالك الصعبة والمنافذ الوعرة والقرامطة في سوبات وغفلة وشرعوا سيوفهم وأعملوها في القرامطة إلى أن قتلوهم جميعا وقبضوا على أبي بلال وحمدان وتوزكارا وعلى عشرة آخرين من زعمائهم ثم عادوا إلى بخارة في سبعين يوما واختيد أبو بلال إلى سجن قهندز وظل رهينة إلى أن مات أما الآخرون ملاحظة ترجمت هذه العبارة عن نسخة إقبال لتناسبها مع العبارة السابقة وقبضوا على أبي بلال وحمدان وتوزكارا وعشرة آخرين أما ما جاء في نسختنا المعتمدة ونسخة دارك أيضا فعلى نقيض معها أي مع عبارة الأصل وعبارة النسختين الأخرين الفارسية أما العشرة الآخرون فأرسلوا أيضا إلى بلخ وسمرقند فهذه الجملة توفر ما حدث لحمدان وتوزكار أما الآخرون فأرسلوا إلى بلخ وسمرقند وفرغانا وخوارزم ومرو ونسابور وغيرها من المدن الأخرى وأعدموا فيها شنقا فاستوصلت بهذا جذورهم من غور وغرجة مرة واحدة وفي هذه السنة أيضا مات الأمير العادل إسماعيل فتولى مكانه أخوه نصر بن أحمد الذي أسلفنا الكلام عليه والذي كان قد صار إلى الباطنية خروج الباطنية من جديد بخراسان وما وراء النهر وهلاكهم لما وضع نوح بن نصر ملاحظة أي نصر بن أحمد نصر الثاني لما وضع نوح بن نصر والده في الأغلال وألقى به في السجن سقاه السم هناك ليأمن قادة الجيش شره ويرتاح منه إلى الأبد وظل نوح يدير دفة الحكم سنوات ولما انتقل إلى جوار ربه تولى ابنه منصور الحكم بعده وسار سيرته وبعد مرور خمسة عشر عاما على عهده أخذ الدعاة يبثون من جديد دعوتهم في خراسان وبخارة ويحرفون الناس عن سواء السبيل فكان من قتل آباؤهم وأجدادهم في سبيل هذا المذهب أكثر الناس استجابة لهم فكان من قتل آباؤهم وأجدادهم في سبيل هذا المذهب أكثر الناس استجابة لهم وفي عهد الأمير السديد منصور كان أبو علي البلعمي وزيره والبتكين والخواجة سبكتكين قائدي جيش خراسان ملاحظة هو أبو علي محمد بن محمد البلعمي أبوه أبو الفضل البلعمي وزير السامانيين المعروف الذي وزر لإسماعيل وابنه أحمد ونصر بن أحمد أما أبو علي فتولى وزارة السامانيين في أواخر عهده بعد الملك بن نوح ثم وزر لمنصور بن نوح من بعده وكان له الفضل بأن ترجم تفسير الطبري وتاريخه إلى الفارسية وفي وفاته اختلاف كبير قيل عام 363 هجري وقيل 383 هجري البتكين كان مملوكا سامانيا في أول أمره لكنه وصل إلى الإمارة في عهد عبد الملك بن نوح الساماني الذي ولاه تخارستان وكان يرافقه سبكتكين وبعد مدة توجه برفقة سبكتكين أيضا إلى غزنين وغلب واليها وتولى حكومتها لمدة ثماني سنوات خلفه ابنه إسحاق بعد وفاته سبكتكين كان غلاما تركيا ممن بيع إلى البتكين وأصبح صهره فيما بعد كان يلقب بناصر الدولة وهو مؤسس الدولة الغزنوية توغل في الهند واستولى على خراسان وحكمها وكانت علاقته مع السامانيين حسنة كان أميرا شجاعا عادلا مدبرا توفي عام 387 هجري وفي عهد الأمير السديد منصور كان أبو علي البلعمي وزيره والبتكين والخواجة سبكتكين خائدين جيش هراسان ومنصور بايقرة الحاجب الكبير وأبو يحيى بن الأشعف واليا على فرغانا والسرهنك حسين واليا على أسبيجاب وإسماعيل واليا على الشاش وأبو منصور عبد الرزاق واليا على طوس وشمجير واليا على جرجان أما الأمراء الذين كانوا في البلاط فهم ينداج ونصر ملك وحسن ملك وأبو سعيد ملك وحيدر الجغاني وأبو العباس الجراح وبكتوزون وتكينك وخمارتكين وأضرابهم وباختصار فإن منصور بايقرة وأبا سعيد ملك وأبو العباس الجراح وخمارتكين وتكينك وأبو عبد الملك وأبو عبد الله الجيهاني وجعفرة أو وجعغرة قد صاروا إلى الباطنية سرا وكان لهذا الفريق داعيا أحدهما أبو الفضل زنغ رانكارز البرديجي والآخر رجل أعور اسمه عتيق لقد كانت شؤون القصر والبلاط والديوان ومقارنها بيد هذه الطائفة التي كانت تمسك بأزمة الأمور في المملكة لقد كانوا يمدون يد العون إلى أتباع مذهبهم سرا وكانوا يصرفون الأعمال بأنفسهم ولا يولون أحدا غيرهم عملا ما لم تزد الأعمال في كثرتها وتراكمها على طاقتهم وكانوا يشدون أزر بعضهم في الديوان وغير الديوان ويتعاونون ويتكاتفون فكانوا إذا ما تورط أحدهم في شيء يقفون إلى جانبه ويخرجونه من ورطته فكانت النتيجة أن قوتهم وعددهم جعل يزداد يوميا لقد كان منهم واحد في كل مكان من خراسان وما وراء النهر فاتفقوا جميعا وتمكنوا بمساعدتهم أن يجهروا بدعوتهم وذاع أمرهم فظن الناس في النواحي والأطراف أن أهل الحضرة جميعا أصبحوا باطنية ثم دخل أبو منصور عبد الرزاق في الباطنية أيضا وكتب باطنية الحضرة إلى المبيضة وفي فرغان وخجند وكاشان رسالة تقول لتخرجوا فمقالتنا ومقالتكم في أصلها سواء وسنخرج نحن أيضا لتكون خطتنا القبض على الأمير أولا ثم ننضم إلى بعضنا ونخطع الولايات الواقعة على هذا الجانب من جيحون ونستولي عليها وبعد ذلك نتوجه إلى خراسان وتآزروا ووحدوا مع أبن بايقرة كلمتهم ثم نموا على أبي علي البلعمي الوزير وعلى الأمير بكتوزون إلى الأمير السديد منصور وأوغروا صدره عليهما لأنهما كانا مسلمين صالحين ولأن الغلمان جميعهم كانوا بإمرة بكتوزون فما كان إلا أن أمر منصور بسجن الاثنين في قهندز ووضعهما في السلاسل والأغلال فاختلت بذلك شؤون الدولة أيام اختلال لما رأى البتكين أن أكثر الأمراء الخواص وأرباب القصر وأهل الحضرة قد اعتنقوا مذهب القرامطة وأن هذين الرجلين المسلمين محبي خير الملك كما كانوا يقولون هم أوصداف الأغلال بسعاية القرامطة ترك نيسابور إلى بخارة ليطلع الأمير على حقيقة الأمر كيما يتدبر الأمور ويمسك بأزمتها غير أن أبا منصور عبد الرزاق الذي كان أميرا على طوس وكان ذا نفوذ وصاحب جيش عرم رم وآلات وعدة وفيرة سارع في التصدي لألبتكين ورسل له الطريقة ليحول دون وصوله إلى البلاط ويشتبك معه في حرب فلما علم ألبتكين بهذا غير طريقه إلى طريق شيرور إلى أن وصل إلى ساحل جيحون ونزل في أموي وعاد إلى وعاد أبو منصور عبد الرزاق ثم كتب ملطفة أو ملطفة ملاحظة الملطفة كلمة فارسية تطلق على الرسائل القصيرة وتكون في الأمور العاجلة على الأكثر والملطفة كالتوقيعات في العربية ويبدو أنها مشتقة من لطيف وهو الصغير إلى ابن يقرى أو بيقرى ورهطه فيها إنما جاء ألبتكين ليفسد عليكم أمركم فتوحد القوم وزينوا للأمير أن ألبتكين قد عصاك لأنه لم يكن ليأتي إلى القصر قط إلا بعد أن تستبيه عدة مرات إنه إنما يجيء الآن عاصيا مخالفا ولقد وصل إلى شاطئ جيحون فجأة وهو ينوي العبور كل هذا دون أن تستبيه فوجه الأمير بيق أرسلان الحميدي وحسن ملك على رأس جيش صوب الجيحون فسحبوا السفن من الطرف الآخر للنهر ليفوتوا على ألبتكين فرصة العبور ولما رأى ألبتكين أنهم لن يمكنوه من العبور كتب إلى الأمير رسالة بيّن فيها سبب مجيئه قال لقد اعتنق أكثر خاصتك وأرباب بلاطك وديوانك مذهب القرامط الذي صار إليه العظيم والحقير وهم يدبرون للخروج لقد كان في دولتك كلها رجلان مسلمان محبان خيرك ونفعك بقولهم هم لكنك غيبتهما في السجن بوشاية القرامط إنما جئت لأتدبر أمرهم فإذا ما أعرضت عن كلامي وألقيت إلى القرامطة أذنا صغية فستلقى جزائك غدا اللهم إني قد بلغت الأمير وها أنا ذاهب إلى بلغ ثم كتب رسالة أخرى إلى قاضي بخارة وعلمائها لقد اشتدت شوكة القرامطة وإن خروجهم لوشيك جدا والأمير في غفلة لقد كتبت إليه أما أنتم فما عليكم إلا أن تنصحوه كيما يظل الدين والملك ثابتين على ما هما عليه ومضى إلى بلغ ووصلت الرسالتان لقد كان القاضي أبو أحمد وأئمة بخارة على علم بهذه الحال لكنهم لم يجرؤوا على قول أي شيء في الموضوع آنذاك لأن أغلب خاصة الأمير كانوا من هذه الفرقة وقالوا ربما لا يزغي الأمير إلى أقوالنا فيهم فيتحولون ولكل منهم ولاياته وجيشه ونعمه وحشمته إلى خصوم لنا غير أن القاضي أبا أحمد ذهب مع صلاة العصر هذه المرة إلى قصر الأمير والتمس الاختلاء به فاستدعاه الأمير وجلس إليه وحيدا فقال القاضي النصح والإرشاد من واجب العلماء لقد كان أبوك الأمير الحميد نوح ورحمه الله يجالس العلماء دائما ولم يقم بأي عمل دون أن يتدبره معهم لا جرم أنه استقام به ما كان قد عوج من الأمور أما أنت فلأنك لا تجالس أهل العلم إلا قليلا فقد عوج على عهدك ما قومه هو وعرض عليه رسالة البتكين ورسالة أخرى موقعة من الأئمة في هذا المعنى ليعلم الأمير أنه أي القاضي لا يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه ثم نصحه هو أيضا وحدثه في أشياء أيقظه بها من سباته وفي اليوم التالي وصل خبر خروج المبيضة بفرغانا وأنهم يقتلون من يجدون من المسلمين وفي اليوم التالي له وصل من خراسان خبر إعلان القرامطة مذهب السبعية في طالقان وسفوحها وأنهم كانوا يعيثون فيه فسادا وقتلا فما كان من الأمير السديد منصور إلا أن عرض الوزارة على القاضي أبي أحمد لكنه أبى ذلك وقال إن أتربع على الوزارة فأن للأمير اليوم من يمحضه النصحة والإرشاد خالصا لوجه الله ثم إن ذوي المآرب والأطماع الخاصة سيقولون إن القاضي لم يفعل ذلك إلا طمعا بالوزارة لا حبا في الدين والأمير فراق منصور هذا وقال كيف السبيل إذن إلى الوزير الذي نريد قال القاضي إن للأمير وزيرا مسلما كفأا وابن وزير وأهلا للوزارة أيضا قال منصور أين؟ قال القاضي سجين في قهندز فأمر منصور بإحضار أبي علي البلعم وبكتوزون من السجن وسير إليهما في اليوم نفسه من أثى بهما فأعيدا إلى عمليهما السابقين بأثم آيات الاحترام والإعزاز والقوة في اليوم التالي اختل الأمير والوزير والقاضي وبكتوزون فعلم الأمير بالأحوال من قريب ومن بعيد واتفقوا على التخلص أولا من مقنعي أو مقنعي فرغانة والصغد ملاحظة الصغد هو الأقليم الذي كان يشمل الأراضي الخصبة بين نهري جيحون وسيحون وقيل إنه كان اسمه للرساتيق لأنه كان اسما للرساتيق المحيط بسمرقند لأن كل من بخارة وكش ونسف كانت كورة بذاتها كان الصغد يعد أحدى جنان الدنيا الأربع وقد بلغ أوجز ذهاره في النصف الأخير من المائة الثالثة في أيام الأمراء السامانيين الذين كانوا يعرفون بالمبيضة ومن قرامطة الطالقان ثم التفرغ إلى أبي منصور عبد الرزاق وأخيرا إلى الخاصة والمتصدي سدنة القصر وفي اليوم الثاني مضى العلماء إلى سراء الوزير برسائل العمال في المدينة متظلمين وطلبوا إليه أن يوافي الأمير بخروج القرامطة غير أن أبا علي تباطأ عمدا حتى قال العلماء إنه لا يتوانى إذا لم يكن يناصرهم ويساندهم فأخبر أبو علي الأمير أمام الملأ فأمره بإقامة محفل يحضره زعماء القرامطة والعلماء ليتناظروا فيما بينهم ثم تطبق عليهم ما يترتب على ذلك من أحكام الشريعة والإسلام في اليوم التالي أقام أبو علي البلعم محفلا في قصر الأمير دعا إليه أبا أحمد المرغزي قاضي الحضرة وأئمتها وأعينها كافة وأرسل من أتى بزعماء القرامطة والمعروفين من متكلمهم وبدأ من المناظرة أنه لم تكن لدى القرامطة أقوال تتفق هي وأصول الشرع فكان أن جلد عتيق الأعور مئة جلدة وأرسل إلى خوارزم ليموت في سجنها وجلد أبو الفضل رانكرز مئة جلدة أيضا وأرسل وزوجه وأولاده معهم إلى أموي ليموتوا هناك كذلك ثم أرسل بوكتوزون وأبو القاسم الذي كان وكيلا لفارس وخوزستان بجيش إلى طالقان ولقد قبضا علاوة على من قتل على أربعمائة رجل معروفين ممن اعترفوا بقرمطيتهم وغنما ستين ألف دينار وأتيا بمائة ألف درهم إلى بيت المال وأرسل الأسرة بأمر من القصر إلى قضاة فارس وخوزستان إلى الحضرة حيث أعدم قسم منهم وأودع الآخرون السجن إلى أن ماتوا لما فرغوا من أمري طالقان ندبوا إسحاق البلخي وبك أرسلان إلى فارغانا وأرسل معهم الفقيه أبو محمد لتبصيرهم بأمور الشرع وبعد الفتح دخلا إسحاق البلخي وبك أرسلان فارغانا وهزم جموع القرامطة فقتلوا بعضهم وصادروا أموال آخرين في حين أقر بعضهم بجهلهم وخطائهم وأعلنوا توبتهم ولما عرض عليهم الإسلام قبلوه ودخلوا فيه وارتدوا عن ذلك المذهب ثم عاد الجيش إلى بخارة بالغنائم الوفيرة ولما سئل أبو محمد الفقيه كيف كان مذهب المقنعية أجاب كانوا يبيحون الفروج بينهم دون ما حرج وكان إذا ما أراد أحدهم أن يتزوج امرأة فلا مندوحة من أن يدخل بها رئيسهم أولا ثم زوجها لقد أحلوا الخمر ولم يكونوا يغتسلون من الجنابة وأباحوا مواصلة الأم والأخت والابنة وأنكروا الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ولما فرغوا من هؤلاء جميعا اجتمع الأمير السديد منصور والوزير وبكتوزون والقاضي فقط للتداول في القضاء على من في البلاط والديواني وخواص الأمير مما اعتنقوا مذهب القرامطة والقضاء على أبي منصور عبد الرزاق وتطهير خراسان والعراق وما وراء النهر من القرامطة دفعة واحدة واتفقوا لخروج الابتكين من خراسان وإقامته بغزنين ولأنه ليس ثمة في خراسان اليوم من هو أقوى من أبي منصور عبد الرزاق أمير طوس على تطهير الحضرة وهي مقر الأمير من القرامطة أولا ثم التفرغ لأبي منصور والأماكن الأخرى ثم أسندت قيادة جيش خراسان إلى ناصر الدولة أبي الحسن سيمجور ملاحظة هو محمد بن إبراهيم بن سيمجور كنيته أبو الحسن ولقبه ناصر الدولة مؤسس أسرة السيمجوريين خدم إسماعيل بن أحمد السامني ثم تدرج في المناصب من قائد أعلى إلى حاكم ولاية لا سيما خراسان لكنه عانى من العزل أيضا خاض غمار حروبا عدة لا سيما مع العلويين واستدعى بجيش خراسان كله إلى القصر ولما وصل إلى الحضرة استطاع الأمير وأعوانه أن يقبضوا بقوته على كل من صار إلى القرامطة من الخاصة والكتبة جميعا وسلبوهم أموالهم كافة وقتلوهم كلهم ثم بعثوا أبو الحسن سيمجور بجيش خراسان لقتال أبي منصور عبد الرزاق والقبض عليه وكتبوا رسائل إلى أمراء الأطراف وإلى وشمجير ملاحظة وشمجير معرب وشمجير أي صائد السمان وشمجير هو ظاهر الدولة أبو منصور بن زيار حكم من سنة 356 هجري تولى بعده ابنه بيستون الذي مات بعد 11 سنة من توليه فخلف أخوه قابوس ليأتي من جورجان بجيش تنضم إليه سائر الجيوش ثم تمضي معا لمحاصرة طوس والقبض على أبي منصور وقتل من تجده من القرامطة فيها لما رأى أبو منصور وقد كان مريضا الجيوش تضرب الحصار على طوس فر إلى جورجان غير أن وشمجير طلع له في الطريق فاشتبك في قتال ضار من الضحى إلى صلاة العصر خارت معه قوى أبي منصور وفت في عضوده لضعفه ومرضه فنزل عن جواده وأسند رأسه إلى أحد غلمانه وأسلم الروح حالا فانهزم جيشه وأطلق السيقان للريح وأمر وشمجير بفصل رأس أبي منصور عن جسده ثم أخذ جيشه يطاردون فلول المنهزمين يقتلون ويأسرون إلى صلاة المغرب واستولوا على متاع أبي منصور وخزانته جميعا فبعث بها وشمجير ومعها 180 أسيرا إلى الأمير السديد في الحضرة ثم أطبق أبو الحسن سيمجور على الولايات من طرف ووشمجير وقابوس ابنه من الطرف الآخر ملاحظة هو قابوس ابن وشمجير السالف الذكر كنيته أبو الحسن ولقبه شمس المعالي كان الرابع أمراء الزيار من 366 إلى 403 هجري في عراق العجم وطبرستان وكان أشهرهم كان أديبا عالما فاضلا حسن الخط وهو الذي ألف له البيروني كتاب الآثار الباقية كان كاتبا وشاعرا للفارسية والعربية وقد خلف فيهما رسائلا وأشعارا ابنه من الطرف الآخر وأخذوا يقتلون القرامطة حتى إنه لم يبقى في خراسان وما وراء النهر قرمطي واحد وغار هذا المذهب في بطن الأرض دفعة واحدة ولم يبقى لأحدا من معتنقيه أثر خروج محمد البرقعي بمذهب الباطنية في خوزستان والبصرة بجيش من الزنج في سنة 255 هجرية خرج محمد بن علي البرقعي العلوي بالأهواز بعد أن أغوى زنوج خوزستان وأهل البصرة عدة سنوات وادعاهم ومناهم بالوعود لقد خرج مفيدا من تلك الوعود وانضم إليه الزنوج فاستولى على الأهواز أولا ثم البصرة وخوزستان جميعا أما الزنوج فقتلوا خواجاتهم ووضعوا أيديهم على ثرواتهم ونسائهم وبيوتهم وهزموا جيوش المعتمد مرات ملاحظة المعتمد المقصود به الخليفة المعتمد على الله 256 إلى 279 هجر وظل البرقعي يسود على البصرة وخوزستان أربع عشرة سنة وأربعة شهور وستة أيام إلى أن قبض عليه في النهاية وقضي على الزنوج جميعا وفي آخر صفر من عام 270 هجر اقتيد محمد البرقعي إلى بغداد وفيها قتل أما مذهبه فكان كمذهب مزدك وبابك وأبي زكريا والخرمية والقرامطة في كل شيء خروج أبي سعيد الجنابي وابنه أبي طاهر خذلهم الله في البحرين والأحساء وفي عهد المعتضد أيضا خرج أبو سعيد الحسن بن بحرام الجنابي ملاحظة نسبة إلى جنابة وهي بليدة على ساحل بحر فارس في البحرين والأحساء ودعى أهلهما إلى مذهب السبعية الذي نسميه نحن الباطنية فأضلهم وقوي أمره ولما استحكم شأنه هناك أخذ يقطع الطرق ويغير على النواحي والأطراف وأظهر الإباحة علنا واستمر على هذا المنوال شطرا من الزمن إلى أن اغتاله أحد الخدم مما حدى بهذه الطائفة أن لا تعتمد الخدم وتركن إليهم في البحرين والأحساء من بعد وتولى بعد أبي سعيد ابن له كان يكنى بأبي طاهر الذي أخذ نفسه بالصلاح حينا وكان يعرف أشياء من مقالة السبعية وأرسل أبو طاهر إلى الدعاة يستفسر عن غاية كتابهم البلاغة السابعة ملاحظة كذا في نشرات الكتاب الثلاث غير أن ابن النديم يذكر الكتاب باسم البلاغات السبعة ولم ينسبه إلى شخص بعينه يقول ولهم الإسماعيلية البلاغات السبعة وهي كتاب البلاغ الأول للعامة وكتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلا كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب ثلاث سنين كتاب البلاغ السادس لمن دخل في المذهب أربع سنين كتاب البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر ويقول لقد قرأته ورأيت فيه أمرا عظيما من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها فأرسلوه إليه ولما قرأ الكتاب أضحك أنه كالبنطار فذعى كل من كان في البحرين والأحساء من الشباب وعشاق السلاح هلموا إلي فإن لي بكم حاجة كان ذلك قبيل موسم الحج فتجمع حوله خلق لا يحصون عدا مضى بهم إلى مكة ووصل في وقت أداء الفريضة وقد كان الحجيج محرمين فأمر رجاله أن أشرعوا سيوفكم واقتلوا كل من تصادفونه وأطلقوا أيديكم بالمكيين والمجاورين واستلوا سيوفهم وأعملوها في الناس قتلا فلما رأت الخلائق هذا فزعت إلى داخل الحرم ووضعت المصاحف أمامها أما المكيون فهرعوا إلى السلاح وتآذر كل من كان لديه سلاح به ومضى به إلى ساحة الوغى فلما رأى أبو طاهر الأمر على هذه الحال أخرج إلى وسط ساحة القتال رسولا يقول لقد جئنا للحج لا للقتال وكانت ذنب ذنبكم إذ أفسدتم علينا إحرامنا وقتلتم واحدا منا دون ذنب فاضطررتمون إلى حمل السلاح وإذا مذاع في العالم أن المكيين يتأبطون الأسلحة ويعبثون في الحجير قتلا يعزف الناس عن الحج وتوسد طريقه وتوسد طريقه وتسوء سمعتكم لا تفسدوا علينا حجنا بل دعونا نؤدي الفرض وخيل وخيل للمكيين صدق قوله ولم يستبعدوا أن أحدا قد تحرش بهم فشهر سلاحه عليهم وقتل واحدا منهم واتفقوا على أن يعيد الجانبان السيوف إلى أغمادها وأخسما بالقرآن الكريم يمينا لا رجعت فيها بألا يعود إلى القتال ثانية وأن يتراجع المكيون ويعيدوا المصاحف إلى أمكنتها في الحرم ليتمكن الجانبان من زيارة الكعبة وتأذية مناسك الحج وأخسم المسلمون من المكيين والحجاج كما أخسم أبو طاهر ورجاله وفق إرادتهم ثم تراجعوا وألقوا السلاح وعاد المكيون ثم أعادوا المصاحف إلى أماكنها واستأنف الحجيج تأذية مناسكهم وطوافهم ولما رأى أبو طاهر أن حملة السلاح قد تفرقوا أمر أعوانه أن هبوا إلى السلاح واندفعوا إلى الحرم واقتلوا كل من تلقونه في داخله وخارجه واندفعوا بسيوفهم ورماحهم إلى الحرم بغتة وأخذوا يقتلون كل من يجدونه في طريقهم إلى أن قتلوا المجاورين جميعا وخلقا كثيرين غيرهم وجعل الناس يلقون بأنفسهم في الآبار ويفرون إلى رؤوس الجبال خوفا من السيف أخرج القرامطة الحجر الأسود من الكعبة وسعدوا إلى سطحها وخلعوا ميزابها الذهبي وهم يرددون لقد صار ربكم إلى السماء وخل بيته أي الكعبة نهبا مضاعا في الأرض انهبوه وذمروه ثم نزعوا كسوة الكعبة عنها ونهبوها قطعة قطعة وهم يرددون باستهزاء بعض الآيات الكريمة ومن دخله كان آمنا سورة آل عمران الآية 97 وآمنهم من خوف سورة قريش الآية 4 ويقولون أيضا لماذا لم تأمنوا شر سيوفنا وقد دخلتم الكعبة لو كان لكم إله لوقاكم جراحات سيوفنا وأمنكم من خوفها وغير هذا من عبارة الكفر ثم استولوا على إنساء المكيين وأبنائهم وأخذوهم سبايا معهم أما القتلى فتجاوز عددهم 20 ألفا فضلا عن من ألقوا بأنفسهم في الآبار أحياء حتى هؤلاء أمر أبو طاهر بإلقاء القتلى فوقهم ليلقوا حتفهم أيضا أما غنائمهم فكانت 100 ألف بعير ومقادير لا حصر لها من الذهب والفضة والدنانير والقصب والمسك والعنبر وترائف أخرى ثمينة ولما عادوا إلى الأحساء بعثوا بهدايا من هذه الأموال إلى الدعاة في كل مكان لقد نزلت هذه الكارثة بالإسلام في عهد المقتدر سنة 317 هجرية ثم أرسل أبو طاهر هدية إلى أبي سعيد بالمغرب وكان غلاما يهوديا رباه أحد أبناء عبد الله بن ميمون القداح واسمه أحمد الذي كان قد تزوج أمه أم أبي سعيد ثم علمه الأذبة والفضيلة وهيأ له سبيل الجاه والثروة وجعله ولي عهده ولقنه أصول الدعوة وبصره برموزها وآياتها ثم مضى أبو سعيد إلى المغرب وأقام بمدينة سجل ماس ملاحظة كذا في النسخة المعتمدة صفحة 355 وفي نسخة دارك صفحة 309 أيضا الصحيح كما ضبطت في طبعة عباس إقبال سجل ماسا وهي مدينة كانت نقع في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان في جنوب مدينة فاس الحالية وتعظم أمره ثمة وفرض المذهب على رقاب الخلق بالسيف وادعى أنه المهدي وأنه علوي ثم فرض على الناس خراجا باهظا وأحل الخمر وأباح الأم والأخت والابنة وجعل يلعن المروانيين والعباسيين على رؤوس الأشهاد وأمرت أتباعه بلعنهم أيضا يطول بنا المقال لو ذكرنا الدماء التي سفكها بغير حق والعادات السيئة التي سنها فهذا المختصر لا يتسع لها وقد ورد في كتب التاريخ أن هؤلاء الذين يتسنمون سدة الحكم في مصر من أبناء أبي سعيد ملاحظة يقصد بهؤلاء الخلفاء الفاطميين في مصر لما جاء أبو طاهر من أبي سعيد إلى الأحساء جمع الكتب السماوية من قرآن وتوراة وزبور وإنجيل أن وجدت ورمى بها في الصحراء وقال لقد دمر الناس في الدنيا ثلاثة رعي غنم وطبيب ورعي إبل ملاحظة أي أنبياء الله موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام إني لفي غيظا شديد من الأخير خاصة لقد كان أذكاهم وأدهاهم وأكثرهم شعبذة وحيلة ثم أباح الأخت والأم والابنة وشق الحجر الأسود نصفين ووضعه على حافتي مرحاض وكان يضع إحدى رجليه حين يجلس على نصفه والأخرى على النصف الآخر وأمر بسبب الأنبياء عليهم السلام ولعنهم علانية وساء العرب جدا أمره وساء العرب جدا أمره الناس بإباحة الأم ومواصلتها حتى أن كثيرين منهم تجرعوا شيئا من الزرنيخ والكبريت الأصفر حبا في الموت على أن يواصل أمهاتهم ملاحظة الزرنيخ الكلمة فارسية ويقال إن معربها زرنيق الكبريت الأصفر قد تكون معربة عن كوكارد الفارسية إلا أن أهل المغرب تلقوا لجهلهم هذا الأمر تلقيا طبيعيا وأخذوا به وعاد أبو طاهر فهاجم قوافل الحجيج مرة أخرى ناكثا أيمانه ضاربا بها عرض الحائط وقتل خلقا كثيرا غير أنه لما علم هو ورهته بتجمع المسلمين بخراسان والعراق وعزمهم على التوجه إلى الحج برا وبحرا خافوا فأعادوا الحجر الأسود ولما صار المسلمون إلى مجلس الكوفة الجامع إذ الحجر الأسود ملقى هناك فأخذوه ورتقوه بقضيب حديد وحملوه إلى مكة وأعادوه إلى مكانه ملاحظة وفي رواية أخرى أن أبو طاهر والقرامطة هم الذين أعادوا الحجر الأسود في عام 339 هجري بعد أن مكث عندهم 22 حجة بتهديدا من المهدي أبي عبد الله العلوي الفاطمي بأفريقيا الذي أنكر على أبي طاهر خلعه الحجر الأسود وأمره برده ورد ما نهبه من الحجاج وإلا جند الجنود لحربه واستقدم أبو طاهر زكيرا كير ملاحظة كذا في نسختي شعار ودارك وفي نسخة إقبال كبرا كير أو كبرا كبر وقد شك الدكتور جعفر شعار في ضبط هذا الاسم بوضعه علامة استفهام أمامه ولم أهتدي إلى ما يدل عليه أو يوضحه واستقدم أبو طاهر زكيرا كير المجوسي من أصفهان إلى الأحساء ووله الحكومة فيها فشمر الرجل عن ساقه وقتل سبعمائة من رؤوس القرامطة وأراد أن يقتل أبو طاهر وإخوانه فعلم أبو طاهر بالأمر وقتله بحيلة من الحيل وتسلم زمام السلطة من جديد ولو ذكرنا جميع مفاسد هذا الكلب وفتنه في الإسلام التي امتدت إلى خلافة الراضي لناء الكتاب بحملها وفي عهد الراضي خرجت دياليمة أيضا لقد ذكرت هذا القدر ليعلم السيد العالم خلد الله ملكه حقيقة مذهب هؤلاء القوم الذين لا يركنوا إلى وعودهم وإيمانهم فما أكثر ما عاثت به الباطنية من فساد وأعمال بذيئة في كل الأوقات التي طانت فيها أيديهم على المسلمين وديار الإسلام إنهم قوم شؤمن كلهم وأعداء أي أعداء للإسلام والملك خروج المقنع في موراء النهر وفي هذه الآونة أيضا خرج المقنع المرغزي في بلاد موراء النهر ونفض الشريعة من أيدي قومه دفعة واحدة فبدأ أول الأمر بالدعوة إلى المذهب التي تدعو إليه الباطنية مثل ما يفعل أبو سعيد الجنابي وأبو سعيد المغربي ومحمد العلوي البرقعي ودعاتهم كان المقنع معاصرا لأبي سعيد الجنابي وأبي سعيد المغربي وكانت بينهم مكتابات ومراسلات لقد خرج المقنع على الناس بطلس من سحري في موراء النهر إذ أخرج من كل جبل شيئا على غرار القمر وكان أهل تلك النواحي يرون تلك الأشكال يوميا في موعد طروع القمر تماما ومضت على هذا مدة طويلة لما تمكن المقنع من إخراج سكان تلك الولاية من دائرة الشريعة والإسلام وقوي شأنه إدعى الألوهية فأريقت لهذا الدماء وظهرت المفاسد وتقدمت جيوش المسلمين من شتى الأطراف لقتاله واشتبكت معه في حروب دامت سنوات ولو نذكر أخبارها لحتاجت إلى مجلدات إن أخباره وأخبار كل واحد من الكلاب الذين ذكرت تحتاج إلى كتاب ضخم كبير مكتوب بخط دقيق ولقد كتفيت بالقدر الذي ذكرت لألا يخلو ذكر المقنع من بين هؤلاء تعدد أسماء الباطنية لقد كان للباطنية في كل وقت خرجوا فيه اسم ولقب يختلف عنه في وقت آخر وعرفه بأسماء وألقاب متفاوتة في كل مدينة وولاية وإن تكن مع ذلك واحدة في معنها فقد كان يقال لهم الإسماعيلية في حلب ومصر والسبعية في قم وكاشان وطبرستان وسبزوار ملاحظة سبزوار ما زالت هذه المدينة تحتفظ بإسمها وموقعها القديمين في خراسان تخع بين نيسابور وشاهرود إلى الغرب من مدينة مشهد والقرامطة في بغداد وما وراء النهر وغزنين والمباركية في الكوفة والراوندية والبرقعية في البصرة والخلفية في الري ملاحظة يجب التمييز بين هذه الخلفية التي ربما سميت بهذا نسبة إلى خلف حلاج القطن الذي سلف ذكره والكلام عليه والخلفية إحدى فرق الخوارج وهم أتباع خلف الذي كان من خوارج كرمان والذي قاتل حمزة الخارجي والمحمرة في جورجان ملاحظة المحمرة هم الخرمية أو الخرمدينية الذين ظهروا في دولة الإسلام امتدادا للمزدكية قبل الإسلام وهما فريقان بابكية نسبة إلى بابك الخرمي ومازيارية نسبة إلى مازيار الذي كان من وجوه عسكر المعتصم والذي أظهر المحمرة بجورجان سموا المحمرة لارتدائهم الثياب الحمر في عهد بابك وقيل لأن علامتهم كانت الحمر وكانوا يحمرون رايتهم والمحمرة في جورجان والمبيضة في الشام والسعيدية في المغرب والجنابية في الإحساء والبحرين والباطنية في أصفهان أما هم فكانوا يطلقون على أنفسهم التعليمية وأمثال هذا وكان هدفهم تقويض دعائم الإسلام والمسلمين والعمل على غواية الخلق وضلالهم الفصل السابع والأربعون في خروج الخرمدينية خذلهم الله ملاحظة الخرمدينية هي أصل الخرمية ويقال إن الخرمدينية هم الأبو مسلمية أصحاب أبي مسلم الخراساني الذين كان بدء الغلوي منهم وقيل إن الخرمدينية نسبة إلى خرم آباد وهي قرية من قرى الري كانوا يسكنون بها وقيل سموا بذلك لاتباعهم شهواتهم لأن معنى خرم بالفارسية المرحو الإباحي المتوخي للملذات الممتلئ سرورا والخرمية نسبة إلى بابك الخرمي ويقال إن طائفة الخرمية البابكية نشأت من الخرمية المزدكية الذين يسمون الخرمية الأولى لتمييزهم عن الخرمية الثانية الذين ظهر منهم البابكية أتباع بابك ويذكر من أسباب تسميتها الخرمية أيضا نسبتها إلى خرمة أو خرمة امرأة مزدك التي اطلعت بنشر عقائد هذا المذهب بعد مقتل زوجها وأذكر الآن نبذا مختصرة في موضوع الخرم دينية ليكون سيد العالم خلض الله ملكه على علما بأحوالهم وأخبارهم كلما خرج الخرمية كان الباطنية ينضمون إليهم ويشدون أزرهم ويقوونهم وكانت الخرمية أيضا تنضم إلى الباطنية كلما خرجوا وتمدهم بالمال والرجال لأن أصلا مذهبهم واحد في موضوعه وفساده وموقفه من الدين ففي سنة 162 هجري في خلافة المهدي قوي كثيرا أمر باطنية جورجان الذين كان يطلق عليهم أصحاب الريات الحمر أي المحمرة ووحدوا كلمتهم مع الخرمية وزعموا أن أبا مسلم حي وسنخلص نحن الملك ونعيده إليه ثانية ثم رأسوا ابن أبي الغزة حفيد أبي مسلم عليهم ومضوا إلى الري فأحلوا المحرمات كلها وأباحوا نساءهم بينهم وكتب المهدي كتبا إلى الأطراف يأمرهم فيها بالإنضواء تحت لواء عمر بن العلاء والي طبرستان والتوجه إلى حرب الخرمدينية فانصاعوا للأمر وتوجهوا لقتالهم فشتتوا جموعهم وحين كان هارون الرشيد بخراسان خرج الخرمدينيون مرة أخرى في ترمدين وكابلة وفابك ملاحظة كذا في نسخة عباس إقبال وفي نسخة دارك غير أنني لم أعثر على هذه أو تلك في كتب البلدان ونواح أخرى من أصفهان وتوجهت إليهم أعداد كبيرة من الري وهمذان ودوشت بيه والتحقت بهم فصار فصار عددهم أكثر من مائة ألف شخص ندب هارون الرشيد عبدالله بن مالك بعشرين ألف مقاتل من خراسان لحربهم فخافوه فخافوه وعاد كل قوم إلى مكانهم وكتب عبدالله إلى الرشيد لا من دوحة لي من مدد أبي دلف وجاءه الجواب لتنضوي تحت لوائه فاتحد الطرفان وكان الخرم الدينية قد جمعوا من جديد عددا غفيرا من الناس بتدبيرا من الباطنية وخذاعها وأطلقوا أيديهم في الفساد والنهب والسلب فهاجمهم أبو دلف العجلي وعبدالله بن مالك بغتة وكانوا غافلين وقتلوا منهم خلقا لا يعد ولا يحصى وحملوا نساءهم وأبناهم إلى بغداد وباعوهم خروج بابك بعد تسع سنوات خرج بابك من أذربيجان فقصده الباطنية للالتحاق به لكنهم لما سمعوا أن جيشا أرسل ليعترض طريقهم خافوا وعادوا أدراجهم وتفوقوا وفي عام 212 هجري في أيام المأمون خرج الخرمدينية من نواحي أصفهان وترمدين وكابلة وكرج وانضم إليهم الباطنية وعاثوا في البلاد فسادا ثم مضوا إلى أذربيجان والتحقوا ببابك وأرسل المأمون محمد بن حميد الطائي لقتال بابك والخرمية وأمره أولا بحرب زريق بن علي صدق الذي كان قد عصى وتولى ولاية قوهستان العراق وأخذ يغير على القوافل ويستولي عليها سير محمد بن حميد الطائي جيشا بماله الخاص ومضى به دون أن يطلب من خزانة المأمون شيئا وصار إلى حرب زريق فقبض عليه وأهلك قومه وشت تجمعهم فوله المأمون لذلك قزوين ومراغة وأكثر أذربيجان ثم مضى محمد إلى قتال بابك فدارت بينهما معارك ضارية استمرت ستة أشهر قتل محمد بن حميد في نهايتها دون أن يحرز على البابكية نصرا وتفاقم أمر بابك فأرسل خرمية أصفهان إليها أما المأمون فعز عليه مقتل قائده محمد حميد الطائي جدا ونذب في الحال عبدالله بن طاهر الذي كان واليا على خراسان لحرب بابك وولاية قوهستان كلها وما كان قد تم فتحه والاستيلاء عليه من أذربيجان وتوجه عبدالله إلى أذربيجان فلم يستطع بابك أن يثبت أمامه بل فر إلى قلعة حصينة وتشتتت جموع الخرمية بحلول سنة 218 هجري خرج خرمية فارس وأصفهان وكل قوهستان وأذربيجان منتهزين ذهاب المأمون إلى بلاد الروم وتوعدوا جميعا على ليلة بعينها خرجوا فيها جميعهم من كل المدن والولايات بإعاز من بابك وتدبيره فقتلوا عمال المدن وأعدادا غفيرة من المسلمين ونهابوا منازلهم وسبوا أبناءهم وأخذوهم عبيدا لهم لكن مسلمي فارس جمعوا أنفسهم فانتصروا على الخرمية فيها وقتلوا وأسروا منهم كثيرا أما خرمية أصفهان فجمعوا أنفسهم في دارة وترمدين وحشد رئيسهم الذي كان يدعى علي بن مزدك عشرين ألف رجل على مشارف المدينة ثم مضى بهم وأخوه معه إلى كرج وكان أبو دلف غائبا ولم يكن في المدينة حين ذاك سوى أخيه معقل الذي لم يستطع أن يقاوم بخمسمائة خيال ففر إلى بغداد أما علي بن مزدك فاستولى على كرج ونهابها وقتل من وجد فيها من المسلمين ثم سبى نساء العجليين وبنيهم وأخذهم معه وتحول من هناك إلى أذربيجان للالتحاق ببابك ثم أخذ الخرمية يتدفقون على بابك من شتى الأرجاء لقد كانوا بادي أذيبد عشرة آلف ثم غدوا خمسة وعشرين ألفا تجمعوا في المدينة التي تدعى شارستان بين قوهستان وأذربيجان وهناك التحق بهم بابك وأعمل جيش إسحاق سيوفهم وأخذوا يقتلون فبلغ عدد القتل من الخرمية غير من أعطوا الأمان في معركة واحدة مئة ألف أما من مضوا إلى أصفهان مع أخي علي بن مزدك فكان عددهم عشرة آلاف وكان أخو علي هذا قد حمل معه النساء والأطفال وعدى بيوت رؤساء المدينة ملكا له وأدخلها في حسبانه سلفا غير أن علي بن عيسى أمير أصفهان كان غائبا فتصدى قاضي المدينة ورؤساؤها وأهلها وأعيانهم لحربهم وأطبقوا عليهم من ثلاثة جوانب وهزموهم وأسروا نساءهم وأبناءهم وحملوهم إلى المدينة واتخذوهم عبيدا لكنهم ضربوا رقاب البالغين من الأبناء وألقوا بهم في الآبار بعد هذا بست سنوات تفرغ المعتصم للخرمية وندب الإفشين لحرب بابك فقاد الإفشين الجيوش ومضى بهم إليه وهبى الخرمية والباطنية للنجدة بابك من كل حذب وصوب وباختصار فقد ظلوا يحاربون إلى جانبه سنتين دارت في خلالهما رحى معارك طاحنة بين الإفشين وبابك وقتل فيها عدد لا يحصى من الجانبين ولجأ الإفشين في النهاية إلى الحيلة ففرق أكثر عسكره الذين قوضوا خيامهم في عتمة الليل البهيم وتراجعوا فرسخين وحطوا الرحال هناك ثم أرسل إلى بابك من يقول له ابعث إلي برجل عاقل مجرب من رجالك لأكلمه في أمور فيها مصلحة الطرفين معا فأرسل إليه بابك رجلاً قال له إفشين قل لبابك إن لكل أمر نهاية وإن رأس الآدمي ليس كراثاً ينمو من جديد إذا ما قطع لقد قتل أكثر رجالي ولم يبقى حتى واحد من كل عشرة منهم وهكذا الحال فيما أعلم بالنسبة لرجالك هيا بنا نتصالح فتقنع أنت بالولاية التي في حوزتك وتتربع عليها بأمن وسلام وأعود أنا لأحصل لك على عهد أمير المؤمنين بالولاية وأرسله إليك وإلا فتعال نتحارب من جديد لنرى لمن يكون الظفر وخرج الرسول من عند الإفشين وهو يسرح النظر في شتى الجهات ليرى حد الجيش لكنه لم يرى سوى جنود خفاف كأنهم يمططون أجنحة الهزيمة ولما عاد إلى بابك نقل إليه مقالة الإفشين وأخبره عن قلة عدد الجيش فإذا هي الأخبار عينها التي أنهاها عيون بابك إليه واتفق بابك ورهده على أن يشعلوها حربا شعواء بعد ثلاثة أيام أما الإفشين فأرسل إلى جيوشه التي كان قد أمرها بالتراجع يقول تعالوا يوم النزال ليلا واختبئوا على بعد فرسخ ونصف من على يمين الجبال والأودية ويسارها وحين أتظاهر بالهزيمة وأبتعد عن الجيوش مسافة بعيدة فإن قسما من جيش بابك سيلاحقني ويتفرغ القسم الآخر للإغارة على المعسكر ونهبه حينئذ أخرجوا من وراء الجبال واستلموا طريق الوادي لألا يتمكنوا من العودة والوصول إليه وسأعود حينذاك وفي يوم الحرب أخرج بابك جيشه من المضيق وكان عدده أكثر من مائة ألف خيال وراجل فبدى جيش الإفشين حقيرا ضئيلا في أعينهم لأنه كان قليلا بالنسبة لما كانوا قد رأوه من جيوش ودارت المعركة وحاربت جانبان بضراوة وقتل منهما عدد كبير فلما رنحت شمس الأصيل إلى المغيب لاذى الإفشين بالفرار عمدا ولما ابتعد عن المعسكر فرسخا قال لحامل الراية قف وانصب الراية هنا وأخذ كل من يصل إلى المكان من الجند يتوقف عنده أما بابك فقال لجنده لا تشغلوا أنفسكم بالغارة والغنائم قبل أن نرتاح بالا من الإفشين وجيشه نهائيا ومضى الخيالة مع بابك في إثر الإفشين أما الرجال فعاثوا في المعسكر نهبا حينئذ خرج العشرون ألف خيال من جيش الإفشين من وراء الجبال عن اليمين وعن اليسار وإذا الصحراء تموجوا بالخرمية فاستلموا طريق الوادي وقطعوها عليهم أولا ثم شرعوا صيوفهم وعاد الإفشين بعشرين ألف خيال فأحاطوا بهذا بابك وجنوده ولم تفلح كل محاولاته في الوصول إلى سبيل للفرار ولما وصل الإفشين قبض على بابك وظل جنده يعبثون في الخرمية قتلا إلى صلاة العصر حتى ناف ما قتل منهم على ثمانين ألف رجل ثم ترك الإفشين على قلعة بابك غلاما بعشرة آلاف خيال وراجل وراجل وعاد هو بالأسرى وبابك إلى بغداد التي أدخلوه إليها موسوما بعلامة خاصة ولما وقعت عين المعتصم عليه قال أيها الكلب لماذا أضرمت نار الفتنة في الأرض ولم قتلت ألاف المسلمين فلم ينبس بابك ببنت شفا وأمر المعتصم بقطع يديه ورجليه جميعا ولما قطعوا إحدى يديه وضع يده الأخرى في الدم ولطخ به وجهه إلى أن صيره أحمر كله فقال المعتصم يا كلب أي علم هذا أيضا قال بابك إن في هذا لحكمة فقيل له قل أي حكمة هذه قال إنكم تريدون قطع يدي ورجليه جميعا إن الدم هو الذي يجعل وجنات الناس حمراء لكنه حين ينفد من الجسم يصفر الوجه وأنا إنما حمرت وجهي بالدم كي لا يقال حين ينفد دمي إن وجهه غدا أصفر خوفا وخشية وأمر المعتصم بسلخ جلد ثور بقرنيه وأن يؤتى به طريا ولما جئ به أضع بابك فيه بحيث ظهر فيه قرنا الثور بمحاذاة أذنيه ثم خيط الجلد ولما جف علقوه وعرضوا بابك فيه حيا على هذا النحو إلى أن مات ميتة شنعاء إن أمر بابك من بدء خروجه إلى القبض عليه يتسع لمجلد كبير جدا ولقد سئل أحد جلاديه بعد أسره كم شخصا قتلت قال كان لبابك عدة جلادين أما عدد من قتلتهم أنا فثلاثة وثلاثون ألف مسلم فضلا عن من قتلت جلادون الآخرون من المسلمين في ساحات القتال لقد تمت على يد المعتصم ثلاثة فتوح وانتصارات كانت كلها قوة للإسلام وحصنا أولها فتح بلاد الروم وثانيها قضاؤه على بابك وثالثها وآخرها انتصاره على المازيار المجوسي بطبرستان ولو أن أحدها لم يتم لفت في عضو الإسلام كثيرا في حين كان المعتصم جالسا للشراب يوما وكان القاضي يحيى بن أكثم حاضرا نهض الخليفة ودخل إحدى الحجرات ثم خرج وتناول شيئا من الشراب ونهض من جديد ودخل حجة أخرى ثم نهض للمرة الثالثة ودخل غرفة ثالثة خرج منها بعد ذلك بعد مدة ومضى إلى الحمام فاغتسل وخرج من الحمام بسرعة وطلب مصلى فصلى ركعتين وعاد إلى المجلس ثم قال للقاضي يحيى أتدري ما الصلاة التي صليتها قال يحيى لا قال المعتصم صلاة شكر لنعمة من نعم الله عز وجل أسبغها علي اليوم قال يحيى يا أمير المؤمنين ما هذه النعمة قال المعتصم في هذه الساعة افتضضت ثلاث فديات هنا بنات ثلاثة كانوا خصوما لي إحداهما بنت ملك الروم والثانية ابنة بابك والأخيرة كريمة المازيار أو كريمة المازيار المجوسي خروج الخرمية في عهد الواثق وفي أيام الواثق خرج الخرمية في ناحية أصفهان وعاثوا فيها فسادا وظلوا يخرجون إلى سنة ثلاثمائة هجرية وأغاروا على كرج ونهابوها مرة أخرى وقتلوا خلقا كثيرا لكنه قضي عليهم أيضا وممن خرجوا باريز دشاه ملاحظة اعترف دارك أنه لم يستطع التعرف على هذا الاسم والتحقق منهم الذي اتخذ من جبال أصفهان معقلا له فالتف حوله الخرمية والباطنية وأخذوا يسطون على القوافل وينهبون القرى ويقتلون الشيخ والشباب والأطفال ودامت فتنته ما يزيد على ثلاثين سنة لم تستطع الجيوش من خلالها أن تحرز أي نصر عليه بل عجزت عن رده والتغلب عليه لاستحكامه في جبال حصينة جدا لكن قبض عليه أخيرا وعلق رأسه في أصفهان وأرسدت كتب إلى شتى أقطار الإسلام تبشر المسلمين بهذا النصر إنه لا يطول بي المقام لو ذكرت أخبارهم كلها فهي كثيرة ومهما ذكرت منها فكأنني لم أذكر شيئا وميش الوقوف على ثورات الباطنية والخرمية ومفاسدهم فليقرأ تاريخ الطبري وتاريخ أصفهان وتاريخ خلفاء بن العباس أصول مذهب الخرمية الركيزة التي بنى عليها الخرمية مذهبهم هي أنهم ألقوا عن كواهلهم كل ضروب الجهاد والإرهاق ونبذوا شعائر الدين الإسلامي وفرائضه من قيام وصلاة وصيام وحج ومجاهدة أعداء الله عز وجل والاغتسال من الجنابة وتحريم الخمر والتمسك بالزهد والتقوى وكل ما هو فرض إنهم لم يسعوا في أمور الشريعة ولم يحاولوا سلوك سبيل دين المصطفى عليه السلام في شيء لقد كان أول ما يتفوهون به في محافلهم ولقاءاتهم إظهار الأسف والحسرة على قتل أبي مسلم صاحب الدولة ولعن قتلته دائما والصلاة على المهدي ابن فيروز ابن فاطمة ابن أبي مسلم الذي كانوا يدعونه الطفل الحكيم أو الفتاة العالم يبدو أن أصل المذاهب الثلاثة المزدكية والخرمية والباطنية واحد وأنهم كانوا يسعون دائما إلى تقويض دعائم الإسلام لقد كانوا يتظاهرون بالصدق والزهد والعبادة والتقوى ومحبة آل الرسول صلى الله عليه وسلم أمام المسلمين بادئ ذيبد لإيقاعهم في حبائلهم لكنهم كانوا يسعون بعد أن يقوى عودهم ويكثر أتباعهم إلى الإطاحة بأمة محمد عليه السلام ودينه وتقويضهما حتى إن الكفار كانت تأخذهم الشفقة والرحمة على أمة محمد عليه السلام أكثر من هؤلاء لقد ذكرت هذا القدر من أقوالهم لأنهم كانوا يحفرون بئرا ويحاولون إخفاء أمر جلي والتستر عليه أما من استجابوا لدعوتهم فكانوا ييسرون لهم أمورهم ويخدمون أهدافهم ويمدون إليهم يد العون ويساند كل منهم الآخر لقد جعلوا سيد العالم خلض الله ملكه الذي له كل ما فيه والذي كل العالمين عبيده حريصا على جمع المال المال الذي كانوا يسلبونه من المستحقين ويظهرونه على أنه توفير إنه لا يمكن عمل ثوب من قصاصات سترة أو وصل أو وصل كمين معا سيتذكر سيد العالم دام سلطانه مقالة مولاه حين يقذف هؤلاء القوم عظماء الناس وأعزائهم في البئر وحين تقرع أصوات طبولهم الأسماء ويظهر شرهم وفتنتهم واضحا للملأ وسيتذكر إبان هذا الفساد أن ما قلته هو الصواب عينه وإنني لم أظن ما أمكنني ذلك في تقديم النصح وإظهار الحذب والخشية ولم آل جهدا في تنفيذ شروط طاعتي وهواي لهذه الدولة القاهرة ثبت الله أركانها وقال الله تعالى عهد مولاي عين السوء ويد الشر وحال بين أعدائه وتحقيق مقاربهم وآمالهم الشريرة ووشح قصره وبلاطه وديوانه بأهل الدين إلى يوم الدين ولا أخلى هذه الدولة ممن هواهم معها ووهب ملكه النصر والظفر كل يوم الفصل الثامن والأربعون في امتلاك الخزائن ورعاية قواعدها وأنظمتها كان للملوك دائما خزانتان إحداهما الخزانة الأصل والأخرى خزانة الإنفاق لقد كانوا يحولون الأموال المتحصلة غالبا إلى الخزانة الأولى وقليلا ما حولوها إلى الأخرى ولم يكونوا ينفقون من الخزانة الأصل إلا لضرورة قصوى وعلى سبيل قرض يعاد إليها بعد ذلك ولو لم يفكروا على هذا النحو لأنفق كل ما كان يحصل من أموال حتى إذا محتيج إلى المال بغتة ولم يكن متوافرا فلا ينشأ عنه سوى الحيرة وانشغال البال والتقصير في مواجهة ذلك المهم والتأخر في قضائه ولم يكن الملوك ينفقون مما كان يدخل الخزانة من دخل الولاية البتة لكي تؤدى النفقات في أوقاتها ولا يحدث أي إخلال أو تقصير في أداء الصلاة والهيبات والأعطيات لكي تظل الخزانة عامرة دائما سمعت أن الأمير ألطنتاش ملاحظة قتل في حربه مع علي تكين عام 432 هجري في عهد السلطان مسعود الغزنوي سمعت أن الأمير ألطنتاش الذي كان الأمير الحاجب للسلطان محمود ندب حاكما لخوارزم أو ندب حاكما لخوارزم وأرسل إليها وكان معدل دخل حاصلات خوارزم ستين ألف دينار في حين كانت رواتب جيوش ألطن ضعف هذا المبلغ وذهب ألطنتاش إلى خوارزم وبعد سنة على وجوده فيها أرسل إليه من يطلب مالا فأرسل معتمديه إلى غزنين يلتمس اجعل الستين ألف هذه وهي أحمال خوارزم رواتبا لجندي بدلا عما يدفع لي من الديوان ولما قرأ شمس الكفات أحمد بن الحسن الميمندي وكان وزيرا الرسالة كتب في الحال الجواب الآتي بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن ألطنتاش لا يمكن أن يكون محمودا بأي حال ملاحظة أي السلطان محمود الغزنوي احمل ما تعهدت به من أموال وهاتها إلى غزانة السلطان ثم اجلس إلى الناقد والوزان ملاحظة الناقد هنا أي الذي يعد النقود وينقضها وسلم الذهب واخذ سندا به حينئذ اطلب رواتب جندك حتى يكتب لك ولهم عهد بمحاصيل بست وسجستان ثم انضوا إليهما وأحضروا محاصلهما إلى خوارزم كل هذا ليمتاز الفرق بين المولى وسيده وبين محمود وألطنتاش ويظهر الرونق السلطان ويعرف حد الجند يجب أن يكون كلام خوارزم شاه في منأة عن الخطل إن التماسه لا يعد أحد أمرين إثنين فإما أن ينظر إلى السلطان بعين الصغار والهوان وإما أنه يعد أحمد بن الحسن الميمندي غافلا مبتدئا جاهلا لقد عجبنا لكمال عقل خوارزم شاه وفصاحته وقد عجب كل من سمع التماسه أيضا عليك أن تعتذر وتلتمس العفو فإن سعي المولى لمشاركة سيده في الملك لخطر عظيم والسلام وبعث الميمندي الرسالة بيد أحد رؤساء الحرس ومعه عشرة غلمان إلى خوارزم فأتوا بستين ألف دينار وزنت وأدعت خزانة محمود وأعطوا من ديوان غزنين عنها عهدا بمحاصيل بست وسجستان من البلوط وقشور الرمان والقطن وما إليها وذهب ألتون طاش ورهته إليهما فأخذوا المحاصيل وباعوها وجاءوا بستين ألف دينار من بست إلى خوارزم لقد حافظ الملوك على هذا النظام وهذه القاعدة من قواعد الملك لأن لا يتسرب الانفصام إلى شؤون المملكة ومصالحها وكي يظل صلاح الرعية وعمران الخزانة على حالهما وتقطع الأطماع في أموال السلطان والرعية الفصل التاسع والأربعون في إجابة المتظلمين وقضاء مطالبهم وإنصافهم يغص القصر دائما بالمتظلمين الذين لا يغادرونه قبل أن يتسلموا أجوبة شكاياتهم إن هذا قد يبعث كل رسول أو غريب يفد إليه على الظن حين يسمعوا صراخ المتجمعين وجلبتهم بأن ظرما عظيما ينزل بالناس لكي يصد الباب دون هذا الظن يجب أن تجتمع شكاو أهل كل مدينة وناحية من الحاضرين على حدة وتضع في مكان واحد ثم يأدي خمسة منهم إلى القصر لبيان أمرهم وعرض أحوالهم ويتلقون الجواب ويتسلمون الحكم ويعودون أحوالا وهذه هي السبيل للقضاء على الجلبة والضوضاء والصراخ التي لا أساس لها كتاب يزدجر إلى عمر وجوابه عنه يروى أن الملك يزدجر أجسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسولا يقول ليس في العالم اليوم مملكة أكثر سكانا من مملكتنا وخزانة أعمر من خزائننا وجيش أكثر من جيشنا وليس لأحد ما لنا من آلة وعدة فأجابه عمر أجل إن مملكتك مقتضة لكن بالمتظلمين وإن خزانتك مترعة لكن بالمال الحرام وإن جيشك كثير لكنه شاق عصى الطاعة وإذا ما دالت الدولة فإن الآلة والعدة لا يغنياني فتيلا إن في هذا كله لدليلا على انحطاط دولتكم وقرب زوال ملككم وهكذا كان إن الطريقة الأمثل أن يبدأ سيد العالم خلد الله ملكه بالانتصاف من نفسه ليصير الجميع منصفين ويقطع دابر الطمع مما هو محال وغير حق مثل ما فعل السلطان محمود رسالة السلطان محمود الشديدة يقال إن تاجرا أتى بلاط السلطان محمود وتظلم إليه من ابنه مسعود في حسرة وتوجع وقال أنا أمرء تاجر مضت علي مدة هنا أرغب في العودة إلى مدينتي لكنني لا أستطيع لأن الأمير مسعودا اشترى مني بضاعة وأقمشة بستين ألف دينار دون أن يدفع ثمنها أريد أن ترسلني أنا والأمير مسعودا إلى القاضي رقى قلب السلطان محمود لكلام التاجر وبعث رسالة شديدة إلى مسعود أمره فيها أريد أن تقضي له حقه الآن وإلا تعال لتمثل معه أمام القضاء لتطبق عليكم أحكام الشريعة ومضى التاجر إلى مجلس القاضي في حين قصد الرسول مسعودا وأدى الرسالة أسقط بيد مسعود فقال للمكلب الخزانة انظر ما في الخزانة من الذهب نقدا فذهب ونظر وعاد فقال ليس ثمة أكثر من عشرين ألف دينار قال مسعود خذها وامضي بها إلى التاجر واستمهله ثلاثة أيام لباقي المبلغ ثم قال لرسول السلطان قل للسلطان إنني دفعت إلى الرجل عشرين ألف دينار في الحال وسأعطيه حقه كاملا بعد ثلاثة أيام وإنني لأقف الآن مرتديا قبائي منتعلا موزجي في انتظار ما يأمر به السلطان فذهب الرسول لكنه عاد إلى مسعود مرة أخرى وقال يقول السلطان إما أن تتوجه إلى مجلس القضاء وإما أن تدفع مال التاجر إليه وعلم أنك لن ترى لي وجها ما لم تؤدي حق الرجل إليه كاملا ولم يجرأ مسعود على أن يضيف إلى كلامه السابق حرفا وأرسل رسلا إلى مختلف النواحي يطلب قرضا فما إن أزف وقت صلاة العصر حتى وصلت إلى التاجر الستون ألف دينار ولما تناهى هذا الخبر إلى أطراف العالم جعل التجار ينهالون على غزنين من الصين وخطى ومصر وعدن يحملون إليها ما في العالم من تحف ونفائس أما ملوكه هذا الزمان فلو أن أحدهم أدنى فراش أو ركاب دار فلو أمر أحدهم أدنى فراش أو ركاب دار بأن أمثل في مجلس القضاء مع عميد بلخ ورئيس مرو لما صدع لأمره أو أعاره أدنى اهتمام جواب عمر بن عبد العزيز لعامل حمص كتب عامل حمص إلى عمر بن عبد العزيز لقد انهار سور حمص ورمه واجب فبما تأمر فكتب إليه عمر سور حمص بالعذل وطهر طرقها من الخوف والظلم ولا حاجة بعد إلى الطين واللبن والحجر والجس ملاهظة ورد في جمهرته رسائل العرب نقلا عن كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز صفحة 90 لابن الجوزي ما يلي كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه أما بعد فإن مدينتنا قد خربت فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به فعل فكتب إليه عمر أما بعد فقد فهمت كتابك وما ذكرت من أن مدينتكم قد خربت فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعذل ونقي طرقها من الظلم فإنه مرمتها أو مرمنها وأمر الله عز وجل داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ويقول تعالى أليس الله بكاف عبده ويقول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم من استعمل على المسلمين من استعمل على المسلمين عاملا وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير منه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين إن هذا العالم صحيفة الملوك يذكر الأخيار منهم بالخير ويثنى عليهم ويذكر الأشرار بالشر والسوء ويلعنهم يقول العنصري ستأول إلى حكاية وذكر ولو شدت سريرك في السماء ولن يبقى منك سوى الذكر ولو تمنطقت بالثرية فحاول أن تخلف ذكرا حسنا ما دمت ستأول ذكرا واسع في أن تكون حكاية جيدة ما دمت ستصير حكاية الفصل الخمسون في تدوين حساب أموال الولايات ونسقه إن فائدة تدوين حساب أموال الولايات ومعرفة الدخل والإنفاق تكمن في التأمل والتدقيق في الإنفاق فيلغى حينئذ ما ليس ضروريا ويحذف وإذا ما كان لأحد رأي في مجموع الدخل كأن أظهر رغبة في التوفير يجب الإصغاء إليه حتى إذا تبين صحة ما يقول يجب السعي في إثر ذلك المال وتوفيره فبهذا يمكن القضاء على ما قد يحدث من إخلال أو تبذير في الأموال وتضيعها ولا يظل ثمة شيء خافيا بعد ذلك أما موقف الملك أي ملك من حال الدنيا وشؤونها الأخرى فيجب أن يكون منصفا في كل حال وأن يجري وفق السنن القديمة وعلى قري الملوك الصالحين الأخيار وعلى الملك ألا يسن سنة سيئة أو يرضى البدع ومن واجبه كذلك مراقبة العمال والمعاملات ومعرفة الدخل والخرج والحفاظ على الأموال وتأسيس الخزائن والادخار كل هذا لتوفير المال ودفع أذى الأعداء ومضارهم لا يعني هذا أن يمسك يده ويغلها إلى عنقه فيصمه الناس بالبخل وينسبونه إلى الدنيا والتكالب عليها لا يعني كذلك أن يتمادى في الإصراف فيقول عنه الناس إنه مبذر للأموال مذريها عليه أن يعرف حين العطاء للناس منازلهم وأقدارهم فلا يهب مئة دينار من لا يستحق سوى عشرة أو يمنح ألف دينار من يستحق مئة لأن هذا يحط من أقدار العظماء والمشهورين ومراتبهم ويفسح المجال للآخرين بأن يدعوا إن هذا الملك لا يراعي أقدار الناس ومنازلهم ولا يعرف الأصحاب الخدمات والفضل والمهارات والفنون أقدارهم لذلك يضغنون دون ما سبب ويقصرون في القيام بواجباتهم ويجب على الملك كذلك أن يحارب الأعداء حربا تترك باب الصلح مفتوحا وأن يصالحهم صلحا لا يصد باب الحرب وأن يوطد علاقاته مع الصديق والعدو بنحو يمكنه من أن يفصم عراها وأن يعيد بنائها أن يشاء ومما يجب عليه أيضا أن لا يشرب الخمر حبا في السكر وأن لا يفرد وجهه دائما وأن لا يفرد وجهه دائما أو يعبس دفعة واحدة ومثل ما يشغل نفسه بالصيد والتنزه والشرب أحيانا يجب أن يأخذها بين الحين والحين بالشكر وبذل الصدقات والصلاة بالليل والصيام وفعل الخير ليجمع بين الدنيا والآخرة وعليه أن يتوسط في كل الأمور عملا بقول الرسول عليه السلام خير الأمور أوسطها وأن لا ينسى نصيب الحق تعالى في كل أمر لأن لا يكون ذلك وبالا عليه ومن واجبه أن يسعى في إطاعة أوامر الله تعالى وتطبيق أحكام الدين وشرائعه وأن يحرص عليها لكي يهبه الله تعالى الكفاية في أموره الدينية والدنيوية ويحقق له مراد الدنيا والآخرة ويوصله إلى ما يصب إليه من آمال وأمنيات النهاية تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه في منتصف شهر شوال سنة 73 وستمائة على يدي العبد الفقير العبد الضعيف الفقير المذنب المقر بذنبه المحتاج إلى رحمة الله تعالى حسين بن زكريا بن الحاج حسين الذهستاني غفر الله له ولورديه ولجميع المؤمنين إلى يوم القيامة وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله أجمعين وأصحابه وأتباعه وسلم عليهم تسليما كثيرا متع الله لصاحبه بحق محمد وآله والحمد لله ملاحظة هذه الديباجة عن خاتمة الكتاب للناسخ وقد كتبها بالعربية لكن الدكتور جعفر شعار لم يثبتها في آخر الكتاب بل اكتفى بالإشارة إليها وترجمة مضمونها في الحاشية أما أنا فنقلتها عن نسخة دارك صفحة 330 وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكتاب وانتهى والحمد لله